الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في ختام الحوار الوطني السوداني ويستعد للقمة الثلاثية مع قبرص واليونان غدا الرئاسة المصرية تنفي شائعة القاعدة العسكرية الروسية وتؤكد موقفنا في هذا الملف واضح وثابت ولن يتغير اثيوبيا في تصريحات رسمية تتهم مصر واريتريا بتأجيج الاضطرابات السياسية فيها لسبب خلافات سد النهضة والقاهرة تتحفظ على هذه التصريحات وتؤكد نحترمكم ولا نتدخل في شؤونكم البترول تتعاقد على كميات بديلة لشحنات ارامكو السعودية وتؤكد توقف توريد الوقود شهر اكتوبر فقط اما الاتفاق فسار كمس سنوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم ورد وفل وياسمين احلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم لاتنين منتصف الاسبوع لاتنين في الحياة اليوم الموافق عشرة عشرة 2016 واعتقد انه لليوم التاني على التوالي فرحة المصريين لسه مستمرة بالفوز الكبير اللي حقا ومنتخب مصر مبارح على منتخب الكنغو في العاصمة برازافيل في ملعب الكنغو واندانا صدرت المجموعة المؤهلة لتصفيات كاس العالم في روسيا 2018 باذن الله الحلم اللي بيراودنا من ايام الجهر يالله ارحمه لما اخر مرة منتخب مصر وصل لكاس العالم كان عام تسعين في ايطاليا لو حدكم تذكروا فيه اجيال عدت عليها ولسه ما شافوش منتخب مصر في كاس العالم يعني الولد اللي عنده 25 سنة وده شاب مش شاب ده راجل ما شافش بلده في كاس العالم فده حلم كبير ان انت على مصري ترفع ما بين الدول المشاركة في المونديال الاكبر على مستوى كرة القدم في العالم ومع استمرار الفرحة ومع استمرار الحالة النشوة والامل الكبير لسه انا بحذر من التحذين اللي انا قلت لحضر لكم بارح من الفتنة فتنة التعصب اللي موجودة في تشجيع المنتخب فتنة الاهل والزمالك بتزيد مش بتقل وانا قلت لحضر لكم بارح انا كنتبت فرج مع ناس فوجئت ان هما بيشجعوا لعبتهم في المنتخب يعني الزمالكوية بيشجعوا لعبت الزمالك في المنتخب مش بيشجعوا المنتخب والأهلوية بيشجعوا لعبت الأهلي في المنتخب مش المنتخب ودي كارثة كبيرة لو استمرت قولوا على المنتخب يا رحمة الرحيم وانسوا بقى حلم روسيا ده هنروح بالكتير نلعب كرة في بلطين مش هنوصل لروسيا ولا هنوصل حتى لمشارف روسيا فاحضروا هذه الفتنة لأن الفتنة أشد من كل الجرائم وطبعا الفتنة أشد من القتل ومبارح فيه تصريحاته النهاردة طالع برضه أنه نادي الزمالك على لسانة كابتن إسماعيل يوسف وإسماعيل يوسف هو مدير الكرة من نادي الزمالك قال لك مبروك للمنتخب بس شوفوا الكلام مبروك للمنتخب بس الشناوي هو الحارس رقم واحد في مصر مع كامل احترام يا كابتن إسماعيل يوسف إيه علاقت الموضوع؟ يعني مبروك للمنتخب تمام لكن الشناوي عادي جدا أن الشناوي وشريف إكرامي وعصام الحضري يبقوا الحراس بتاع المنتخب وعادي جدا أن أي واحد منهم يلعب وعسام الحضري مش حرس نكرة ده السد العالي واسطورة مصر في حراسة المرمى وواحد الحقيقة من اعظم حراس المرمى اللي انجبتهم الكرة المصرية فطبيعي جدا انه يلعب ومش بس لعب ده لعب وتقلق وكان واحد من اهم اهم اسباب الفوز مبارح فايه الحكمة بقى ان بعد ده نطلع نقول لا مبروك قال المنتخب بس الشناوي هو الحرس رقم واحد واحسن الحرس في مصر انا في رأيي ان هذا برضو فتنة وناس تانية طالعت لقولك لا هو اشرف اكرامي مش عارف ايه لا عدى عبدالله سي ارجوكم يا جماعة ملاش الكلام ده دفعوا عن لعبتك زي ما انتوا عاوزين طول ما هم فانديتهم لما يخلعوا ملابسهم مش يخلعوا ملابسهم اه يخلعوا فانلاتهم ويروحوا يلبسوا فانلات منتخب مصر ارجوكم انسوا الالوان ارجوكم دي ظاهرة خطيرة علينا جدا الظاهرة الخطيرة اللي علينا جدا كمان النهاردة هي فكرة تصدير الازمات النهاردة يمكن ان احنا نعنون او نطلق على النهاردة يوم الاثنين انه يوم الازمات للدولة المصرية وفيه ازمات احنا صنعناها بادينا وفيه ازمات الظروف هي اللي اجبرتنا عليها وفيه ازمات دبرت لنا بليل زي ما بتقال كده هذا امر دبر بليل مخطط او مؤامرة خلونا ابدأ معاكم واخدوا بالكم الازمات بيتم انتقاء الدول اللي تعمل ازمة معاها يعني الدول اللي انت بتتدبر لك ازمة معاها دي مش موضوع اعتباطي تاكرين حضراتكم لما انا كلمتكم عن سقوط الطائرة الروسية في سينة من سنة ساعتها قلتلكو حوادث الطائرات قضاء وقدر لكن سقوط طائرة روسية بالذات متهيألي بخلاف انها قضاء وقدر لكن هذا امر مدبر لانه فيه جهات كتير جدا في العالم عايزة تدمر الاعلاقة الاستراتيجية ما بين مصر وروسيا في ذلك الوقت فقالتلك نوقع الطيارة في مصر ونوع الطيارة يبقى روسي يبقى احنا ضربنا عصفرين بحجر واحد فشخ فسأنا الاقتصاد المصري دمرنا السياحة المصرية وكمان عملنا حالة عداء وتوتر في العلاقات المصرية الروسية وده كلام مهم جدا حاصل النهاردة على اصعد كثيرة منها روسيا بس خلونا ابدأ معاكم بالازمة مع الشقيقة الاكبر الشقيقة الاكبر لمصر من روسيا وهي السعودية فجئنا النهاردة باخبار يتم تداولها وعلى موقع رويترز الاول موقع رويترز من المواقع الاخبارية المهمة المهمة طلع قالك ان شركة ارامكو السعودية تقرر وقف تصدير البترول لمصر فلسطوب لا قالوا ليه ولا قالوا المدة واخدوا بالكو عدم قول المدة دي فيها اغراض من وجهة نظرية فيها شر يعني طبعا الدنيا تقلبت وقال لك ان السعودية بتنتقم من مصر الله طب السعودية هتنتقم من مصر ليه ده احنا حبايب وفوق الحبايب بشوية واكتر من سمنة على عسل وعلاقات المصرية السعودية في احلى حالاتها دلوقتي سواء على مستوى السيسي سلمان مع حرض الالقاب او على مستوى الحكومتين او على مستوى الشعبين قالك لا ما انت لازم تربط الخيوط ببعضها مصر من يومين صوتت في مجلس الامن وفي الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع القرار الروسي الخاص والمتعلق بسوريا والموقف الروسي في سوريا ضد تماما الموقف السعودي انتوا عارفين ان السعودية بتتبنى اي حل للازمة السورية يكون برع الحل ده بشار الاسد السعودية لا تقبل ان بشار الاسد يكون جزء من الحل في سوريا او يستمر في رئاسة النظام او القيادة السورية روسيا مختلفة روسيا بتقول ان الحل لازم يبقى فيه بشار الاسد حتى لو فيه مرحلة انتقالية ونوقف اطلاق النار ونعود على الترابيزة بس بشار موجود وقائم وجزء رئيسي من الحل فروسيا قدمت مشروع قانون او مشروع قرار في الامم المتحدة بهذا المعنى مصر صوتت مع المشروع الروسي يعني تضامرت مع المشروع الروسي هذا الموقف المصري مثل صدمة كبيرة للمملكة العربية السعودية وعايز اقول لكم انه مقالات كثيرة وتويتات وكلام على الفيسبوك من قيادات وصحفيين وشخصيات عامة في المملكة العربية السعودية اعلنت عن صدمتها من الموقف المصري وقالت انه ازاي بعد العلاقة الرائعة اللي بنا وبعد الدعم اللي بتقدمه السعودية لمصر مصر من قسين من وجهة نظرهم بعض المثقفين والساسة السعوديين من وجهة نظرهم مصر خانتهم في الازمة السورية فالقصة بقى بتاعة ارامكو النهاردة اعتبروها انتقام او رد على الخيانة المصرية للسعودية في الازمة السورية اذا جاز التعبير من وجهة نظر بعض الساسة وبعض المثقفين والنقب السعودية وخليني هنا اقول لكم الكلام اللي يرضي ربنا من وجهة نظري قد اكون مخطئ وقد اكون على صواب واحد ان قصة ارامكو قصة لا علاقة لها بالسياسة وقصة ارامكو هي وقف تصدير البترول اللي متفق عليه في عقد ما بين ارامكو ومصر لمدة خمس سنين وقفه لمدة شهر اكتوبر فقط وبسبب قرارات وسياسات لمنظمة الاوبيك لمنظمة الدول المصدرة للبترول فحيؤدي الى تأخير التصدير فا ارامكو بعتت لمصر النظر اقول لهم يا جماعة معلش انا مش حقدر اجيب الشحنة بتاعة شهر اكتوبر اللي هي سبعمائة الف طن لكن ابتداء من نوفمبر هتكون الشحنات متولية وحنمشي في معادنا وحنكمل تعاقدنا اللي مستمر خمس سنوات بدون اي مشاكل ومصر استوعبت هذا الكلام بسرعة وزارة البترول ابتدت تتفق على صفقات بديلة تغطي الشحنات بتاعة شهر اكتوبر لحد ما الدول يتمشي فالقصة خلصت وفي منتهى السهولة ده بس عشان ايه ما نشبكش امور في بعضها والناس اللي عايزة تعمل من البحر طحينة وعايزة تعمل من الحبة قبه وتصطاد في المياه العكرة في ناس كتير همهم ان هم يصطادوا في المياه العكرة وما فيش احلى احلى بالنسبة لهم من فرصة الواقيعة ما بين مصر والسعودية قولك ده دول التوأمين دول الشقيقين دول الصديقين دول العديدين اللي بيعضدوا بعضهم في الازمات فلما نفك العلاقة المصرية السعودية دي ونحدث وقيعة بينهم وخلافات وصدامات وكذا يبقى احنا كده عزلنا كل واحد عن التاني نعرف نستفرد بكل واحد لكن انا بقول لهم هيهات الخلافات ما بين الدول في السياسة امر طبيعي جدا بل في رأيه امر صحي كمان زي ما قال دينا الحنيف كده اختلافهم رحمة ايضا في السياسة الاختلاف رحمة المهم ان الاختلاف لا يؤدي الى خلاف وهي دي بقى مهارة القيادة السياسية في الدولتين جلالة الملك سلمان وفخامة الرئيس السيسي ووزارة الخارجية هنا وزارة الخارجية هنا الوزير عدل الجبير وزير الخارجياء السعودي والوزير سمح شكري وزير الخارجياء المصري مع اجهزة الدولة انه لازم يبقى فيه حوار سريع انا متأكد انه بيحصل لان انا اكيد مش ازك اخواتي وانا اللي عندي الحل بس انا دوري ان انا اقول لازم يبقى فيه حوار سريع وفوري وحالي ما بين القيادتين المصرية والسعودية وما بين الاجهزة الامنية والمخابراتية في مصر والسعودية اللي بينهم تنسيق على اعلى مستوى بس لازم هذا التنسيق يكون مستمر وساخن الان علشان طول ما الحوار مستمر حيبقى دحا اتصد ضد كل اللي عايز يستطفل مع العكرة كل الوسطاء اللي عايزين يتدخلوا للوقيع بين مصر والسعودية هذا الحوار سيقول للوسطاء الوسطاء يمتنعون عفوا حاول مرة اخرى العلاقة المصرية السعودية لا يمكن اختراقها بهذه السهولة وبهذه العشاشة وبهذه السداجة لازم مصر تقول للسعودية احنا ليه صوتنا في الجمعية العامة لأمم المتحدة او في الأمم المتحدة على القرار الروسي بالشكل ده وهدفنا ايه وجهة نظرنا ايه والسعودية لازم تقول لمصر هي زكارة مستائة او متضايقة من هذا التصويت المصري لصالح القرار الروسي سبب الاستياء ايه وفي المرة القادمة التنسيق يبقى عالي بشكل معين ما يعملش هذا الشكل من اشكال الخلاف قدام الناس انا متأكد انه في الغرف المغلقة ما بين مصر والسعودية مفيش خلاف لكن على السطح بالنسبة للناس اللي مش عارفها المعلومات ومش مطلع على الاسرار صحفيين سعوديين وكتاب سعوديين وسياسيين سعوديين كتبين غضبهم في المواقع التواصل وفي الصحف وكذا وهذا حقهم لا انكره عليهم بس انا ارجو انه هم بيعبروا عن غضبهم يعبروا عن غضبهم بصيغة اللوم والعتاب مش بصيغة الهد لانه احنا مش عايزين نهدم العلاقة المصرية السعودية هي ما تتهدمش بس في النهاية مش عايزين نعمل سحابة صيف في هذه العلاقة موضوع سوريا يمكن الاتفاق عليه اختلاف وجهة نظر مصر ان مصر شايفة ان بشار يمكن ان يكون جزءا من الحل السعودية شايفة غير كده هذا لا يجب ان يفسد للحب قضية لا يجب ان يفسد للود قضية لا يمكن يفسد علاقة الاشقاء قضية سموها كما شئتم لكن في النهاية انا متأكد من العلاقة لكن انا عايزة أفل الباب اللي ممكن يجيلي منه المشاكل فانا اتمنى ان الحوار السياسي الدبلوماسي المخابراتي الامني يكون على اعلى مستوى الان ما بين مصر والسعودية اتقاءا لشرور المصطادين في الماء العكر ارجوكم نحن لا نحتاج الى فتن وبالذات انا طول الوقت بقول ان القاهرة الرياض هو المحور الاساسي للامن القومي العربي اساسي لا غنى عنه فلا يمكن العبث بهذا المحور تحت اي بند تحت اي بند مهما كان اعزازنا وتقدرنا واهميتنا للملف السوري ولا شقائنا في سوريا طيف دي ازمة الازمة التانية ازمة نصها مدبر ايضا ونصها احنا سبب فيه بس مش احنا احنا دلوقتي احنا اللي كنا الاخ مرسي واعوانه لما كان بيحكم مصر الازمة التانية ارادوا الوقيعة ما بين مصر واثيوبيا فيه ناس كتير شافت انه العلاقة ما بين مصر واثيوبيا خلال الشهور الاخيرة تزداد تحسنا جدا وان العلاقة ما بين رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس الوزراء المصري والرئيس المصري تتحسن وبقى فيه قنوات حوار واتصال وتفاهم لدرجة تصريحات الاثيوبية في الشهور الاخيرة اختلفت تماما عن التصريحات الاثيوبية في السنوات الاخيرة قبل كده كنا بنسمع المسؤولين الاثيوبيين بيقولوا ايه يقول لك احنا مصر لا تعنينا في شيء احنا يعنينا امننا ونهضتنا وتطورنا الاثيوبيين كانوا بيقولوا قبل كده انه سد النهضة حنبنيه حنبنيه واللي مش عاجبه يغمض دماغه في الحيطة تالي بتاع قال لك احنا حننمي نفسنا وحنولد الكهرباء من السد بتاع النهضة والمصريين بيدورو لهم على مصدر تاني كانت اللغة كده واللهجة كده في الشهور الاخيرة بعد حكمة الدبلوماسية المصرية في التعامل مع المناثي الاثيوبي بدل الصوت العالي والحنجوري والانفعالي بقى كلام محترم ودبلوماسي وكلام عن اهمية مصالح الشعبين وان مصري يهمها مصلحة الشعب الاثيوبي زي ما يهمها مصلحة الشعب المصري تغيرت اللهجة الاثيوبية 360 درجة بقى الكلام انه يا جماعة سد النهضة مهم لينا بس احنا نوعيدكو في مصر انه لن نقيم اي شيء الا بعد الاتفاق معاكو وبعد الاطمئنان على ان الامن المائي المصري لن يتأثر وان نقطة مية واحدة لن تنقص في حصة مصر المائية شوفوا الفرق بقى عامل ازاي والكلام بقى في القمم الافريقية لما بيلتقي القيادة الاثيوبية مع القيادة المصرية الكلام اللي قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح في الاحتفالية بتاعة شارم الشيخ بالبرلمان المصري بمرور 150 سنة لما كانوا عزمين البرلمان الافريقي والبرلمان العربي فقدم كل رؤساء البرلمانات الافريقية ومنهم رئيس البرلمان الاثيوبي الرئيس السيسي الكيرا قال مصر تفكر الآن في افريقيا اكثر من اي جهة اخرى كانت مصر رأسها في السنوات الماضية متعلقة بالشمال اوروبا وامريكا الآن ننظر الى الجنوب ننظر الى عمقنا ننظر الى العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر وهو القارة الافريقية وسنعمل مع شقائنا الافرقة لنهضة الدول الافريقية جمعا الكلام ده بيأثر الازمة ما اللي حابت تتصدر قال لكن ده الله ده مصر واسيوبيا حيرجعوا لبعض حيحبوا بعض حينسقوا بعض مع بعض حيزبطوا امور بعض لا فاستثمروا القلاقل والمشاكل والاضطرابات الشعبية الكبيرة اللي موجودة في ايتيوبيا ومش عارف حضركم متابعين ولا لأ انه من 72 ساعة فيه اضطرابات ومظاهرات حاشدة حاشدة في المدن الاثيوبية غضبا من النظام الاثيوبيا على بعض القرارات وبعض السياسات وبعض الاوضاع فقامت مباشرة تصريحات صدرت تصريحات للأسف انها رسمية صدرت على لسان المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية اتهم فيها ايرتريا ومصر بالوقوف وراء هذه المظاهرات واشعال هذه المظاهرات هتقولولي ايه ايرتريا ومصر ايه علاقة الاثنين ببعض هقوللكو ايرتريا دولة حدودية مع اثيوبيا دولة دولة جوار لاثيوبيا وبينهم طول الوقت خلافات سياسية والانظمة في الدولتين ليست على يعني موجة واحدة من الاتصال وموجة واحدة من البصلة السياسية فطول الوقت اي مشاكل بتحصل في ايرتريا ايرتريا بتتهم اثيوبيا انها واقفة وراها اي مشاكل تحصل في اثيوبيا اثيوبيا تتهم ايرتريا انها واقفة وراها طيب ده كلام منطقي وموجود طول الوقت ايه اللي حشر مصر بقى في القصة اللي حشر مصر حاجتي جزء اللي انا قلته لكو انه في ناس حابت تستطب برضو في المالعك لو قلتلك دي فرصة ذهبية فرصة ذهبية انه العلاقة ما بين مصر واثيوبيا اللي بتتحسن وبتتقترب وبتتلاصق على لسان بعض الناس وبعض المواقع والشائعات وبتاعة ان مصر بتدعم المتظاهرين والثوار والمتمردين في اثيوبيا النص التاني اللي احنا مسؤولين عنه بقى الكلام العبيد اللي فعلا اتقال وقت مؤتمر المطار السري اللي عمله مرسي عشان يعمل موضوع صد النهضة فانجيب شوية شخصيات عامة وشوية ناس مالهاش تلاتين لازمة وامزيع المؤتمر ده على الهوى العالم كله يتفرج عليه وقال لك ها نعمل ايه بقى مع اثيوبيا فاحد الافزاز احد الافزاز طلع قال لك نضرب اثيوبيا بالصواريخ واحد تاني عبقاري قال لك لا ده احنا نروح نبعى الطائرات F16 تضرب السد ده ونخلص منه ونرجع وفاكرة ساعتها برضو العبقاري الدكتور ايمان نور ايمان نور بقى انتوا فاكرينه الهارب الان فيه ما بين لبنان وتركيا ايمان نور طلع قال لك لا 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 ايه يا جماعة كنتوا ده الحكمة كلها هتطلع قال لك لا ضرب ولا صواريخ وبتاع الزمن ده عدة خلاص وما نعمل ايه يا دكتور ايمان قال لك احنا نشغل المخابرات بتاعتنا ونلعب مع احزاب المعارضة ومع الصور والمتمردين في اسيوبيا ونسخن فيهم ونولعهم فيولعوا في البلد ويولعوا في النظام ايه الحلاوة دي يا دكتور ايمان وشاركه في هذا الرأي مجد حمد يسين قال له ايوة انا معاكم لازم نولع في المشاعفين ونشتغل شغل مخابرات ونبعث ناس بالليل وبتاع حاجات من دي مين كان سامع الكلام ده امت لا اله الا الله لانه البيه مرسي قرر قبل المؤتمر بخمس دقايق انه يدخل الكاميرات وزيعوا المؤتمر على هوا احنا عندنا شفافية شفافية اسمها ملوخية فامة الالله سمعت بما في ذلك اثيوبيا اثيوبيا سمعت بودانها وقتها ان مصر ورئيس مصر للأسف وقتها قاعد بيتفق على ان هم يولعوا في البلد الاثيوبية ويشغلوا الثوار والمتمردين عشان يعملوا مظاهرات وثورة فالكلام له اساس عندهم لما حد يقول لهم مفيش الكلام ده يقول لك مفيش كلام ده ايه ده رئيس مصر من ثلاث سنين من الاسف مش من بعيد 2012 من ثلاثة اربع سنين قال الكلام ده على الهواء والقيادات ورؤساء الاحزاب المصريين قالوا الكلام ده على الهواء فلما يحصل دلوقتي لازم احنا كاثيوبيين نشك ان انتوا لكوا يدف ده اطلع بقى انفي وقولوا والله العظيم دي كانت غلطة والناس دي اساسا دلوقتي في الوابة ودي المحاولة اللي عملتها النهاردة الخارجية المصرية لما بعتت خطاب رسمي لانه التصريحات زي ما قلت لكم بتاعت اثيوبيا دي جاءت رسمية على لسان المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية قال كده نتهم مصر واريتريا بالوقوف وراء اشعال الثورات والمظاهرات العنيفة في اثيوبيا فالقاهرة وعلى لسان وزارة الخارجية النهاردة ردت وقالت موجهة رسالة كده الاثيوبيا نحترمكم نحترمكم ومصر لا علاقة لها بالاحداث السياسية التي تحدث في المدن الاثيوبية هذا شأن داخلي لاثيوبيا ولم تعتاد السياسة الخارجية المصرية التدخل في شؤون الداخلية للدول وده كلام محترم هو المهم ان هم يصدقوه وانا متأكد ان احنا فعلا بنعمل كده احنا مصر طول عمرها بتعاني من تدخل الاخرين في شؤونها واحنا لا نرد المثجي عمرنا ما ادخلنا في شؤون الاخرين طول عمرنا بيعتد علينا وطول عمرنا لا نعتدي افتكروا كده مرة اعتدى الجيش المصري على الاشقاء او على اي دولة طول وقت جيش مصري للدفاع عن مصر جيش دفاعي له علاقة بالحفاظ على السيادة المصرية والامن القوم المصري لكن عمره ما كان جيش عدائي هدفه الاستيطان ولا يعني انه يتسع بحدود مصر ولا يغتصب ارض حده اطلاقا 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 فبالتالي احنا طول الوقت اللي بنعني من ده فلا يجب ان يجي دلوقتي اليوم اللي نتهم فيه بدا طول الوقت احنا بنتهم اسرائيل انها بتعبث في الداخل المصري وبنتهم قطر انها بتعبث بالشأن المصري وبنتهم تركيا انها بتعبث بالشأن المصري وبنتهم امريكا انها بتعبث بالشأن المصري فاللي احنا بنعني من ده لا يمكن ان نجعل الاخرين يعانون منه من ذاق من ذاق مرارة الظلم احسن من يعرف طعم العدل من ذاق مرارة الظلم هو احسن من يعرف طعم العدل فبالتالي هذه تهمة مغرضة اتمنى ان الدبلوماسية المصرية كمان تنجح في اقناع القيادة الاثيوبية انه لا دخل لنا بهذه المظاهرات وهذه الاحداث في اثيوبيا واننا ابعد وان لو اثيوبيا محتاجة دعم من مصر لن نتدخل جهدا في دعم اثيوبيا طيب صلوا عن نبي كده احنا كنا قلنا كم ازمة كده حد يقول ازمة تالتة وياخد خمسة سابين قرش احنا معنا مين طيب معنا السفير محمد كامل عمر وزير خارجية المصري الاسبق مساء خير مع الوزير ازاي حضرتك فاندم الحمد لله الحقيقة انا مش عارف اسألك في ايه ولا في ايه مع الوزير عندنا النهاردة ازمات سياسية كثيرة شكرا جزيلا وانا مش هعطل حضرتك انا هسألك بسرعة عن الازمة اللي حصلة دلوقتي والاتهامات الاثيوبية لمصر بانها تقف وراء المظاهرات والاحتجاجات في اثيوبيا من وجهة نظرك كيف يجب ان نرد على هذه الاتهامات والله شوف هي العلاقات المصرية الاثيوبية العلاقات طبعا مش عارض اقولك كلنا عارفين تاريخية وعارفين العلاقة بين التانيسة المصرية والتانيسة الاثيوبية من يعني من المنتصد من عوائل القرن الماضي علاقات قديمة جدا في الحقيقة واذا قلنا ان في اهم شريان حياة لمصر بيربطنا طبعا ده يعني غني عن القول يعني فالعلاقات قوية جدا طبعا قلنا وقعين هي مرت في فترات يعني بسعود وبهبوط انها في الحقيقة في الفترة الاخيرة كان في علاقات قوية جدا لما كنت وجير شارجية كان في علاقات قوية جدا مع وجير الشارجية انا ذاكر اللي هو حاليا الرئيسة الوزارة هاي اللي ما دي سهل يعني راجل صادل ورجل يعني يقصر مصر وطر مصر واتتلمنا عن مياه وقتها وجيره بس هو المتحدث باسم الحكومة قال التصريحات دي كده قولا واحدا قال نتهم مصر واريتريا بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات يعني انا مش مطاعة على الضبط شباب امور اللي ما نعاد وله لك ان مصر ليس لها اي مصلحة ابدا في اثارة اي قلاق في اثيوبيا بالعكس احنا من مصلحتنا استقرار اثيوبيا يعني اذا كان هناك سبق زي موز الولايقات التاريخية والسعب الاهم مياه النين مزبوط مزبوط وربما هم لسه مقتنعين بالكلام اللي كانت قال وقت مرسي والمؤتمر بتاع المطار السري ده لما قال لك احنا عايزين نعبث في الداخل الاثيوبيا فقال لك في قرينة احنا تخلي يعني دي انا فاكر انت تفتكر حضرتك ان انا رحت زورت اثيوبيا بعدها مزبوط وقابلت واجير الخارجية وقابلنا مباحثات لمدة 24 ساعة مكثفة واصدرنا بيان بعدها وقعنا عليها بان الدولتين من مصلحتهم التنمية في كل دولة وان مصر مهتمة جدا بالتنمية في اثيوبيا ومستعدل المشاركة فيها وان اثيوبيا لن تمس حصة مصر بالمياه طيب انا بأشكرك شكرا جزيلا معي الوزير وانا عارف نحاك مستعجل وارجو ان تلحق طائرتك بسلامة الله طيب نرجع بقى للازمة الاولى عشان كمان نسمع فيها رأيي الازمة القصة المتعلقة بشركة ارامكو والناس اللي طورتها ويحبت تعمل من الحبة قبة معايا الوستاذ حمدي عبدالعزيز متحدث باسم وزارة البترول مساء خيري استاذ حمدي مساء خيري فاني ازاي حضرتك حمد لله فاني حضرتك ممكن تقول لنا الحقيقة في موضوع ايقاف ارامكو للبترول هل هو فعلا لمدة شهر ولا هو اخلال بالتعاقد ولو كان لمدة شهر ايه السبب في هذا التعطيل بس يتمل به عشان الحقيقة تبقى قدام الناس كانت طبعا حصل لغة كتير دلوقتي بالنسبة تي تعافل تجاري تم ما بين شركة ارامكو السعودية وشعية البترول تم الاتفاق ده اتفاق تجاري مدته خمس سنوات يتم من مجابه قيام شركة ارامكو بتوريد 700 الف طن شهرية من السولار والبنزين والمزهور لهاية البترول ويقوم السندوق السعودي بسبب قيمة هذه المنتجات لشرقة ارامكو ايه وبعد كده في فترة سماح بالنسبة لهاية البترول تقدر تسدد بعد كده قيمة هذه الشحنات باسعارها العالمية فيه وقت توردها للسندوق السعودي ممتاز تم مايو يونيا يوليا اغسطس ستمبر صح الشحنات منتظمة وجات موجود احنا فيه فيه حضرتك ابلاغ شفحي لهية البترول هم طبعا بيكلموا مع الناس بتو ارامكو عشان يحددوا جدول وصول الشحنات المواني والاخره تم ابلاغه من خلال شركة ارامكو ان شحنات شهر اكتوبر مش هتوصل بدون ذكر اسبات على الفور اه هو فيه الاول بس قبل ما نخش على الفور وما عملناه هو فيه حاجة في التعاملات التجارية دي اسمها شفهي اه شفهي اه شفهي اهم ابلاغه شفهي ايهم انا بقول لحضرتك فيه حاجة في التعاملات التجارية اسمها كده يا فندم ولا ده لازم ميل او فاكس رسمي لا ده شفه هم بيتكلموا فيه اتصالات تليفونية مسكمرة قالوا لهم بتو ارامكو ان الشحنات بتاعت شهر اكتوبر مش هتروح لمصر على الفور هيئة البترول طرحت مراقصات عالمية بالكميات اللي هي كانت بتوردها شركة ارامكو فيه امام مواردين عالميين وتام التعقد عليك برضك عايزين نوضح حاجة مهمة ان السبعمائة الف برميل السبعمائة الف طن من ارامكو دول بيمثله فقط حوالي 40% من قيمة لا لا ما عنديش مشكلة انا دلوقتي لا تمامي حمدي بي انا دلوقتي مش باتكلم في فكرة انه هيحصل عندنا ازمة او نقصة لا انا دلوقتي باتكلم بس عن الحقيقة فهو القصة انه بلغتم شفاهيا ايوا باللسان عن طريق الهاتف من شركة ارامكو بانه شحنة اكتوبر مش هتوصل تمامي طيب هل حضراتكم رفعتش سماع على الشركة وحصل اتصال تاني قلت لهم ايه السبب طب شحنة نوفمبر حنتطمن عليها كده ولا ده ما حصلش لم يذكروا اي ازباب فيما يتعلق باكتوبر طب وده طبيعي منطقي والله ابو سيعتمر به في التعقدات اللي هي اصل التعقد التجاري تاري لكن هو شحنة في شهر من اتفاق خمس سنوات قد يكون عنده ازباب ومش عايز يعلن عنها قد تكون لازباب فنية ازباب تجارية مش عايز طيب خليني امشي بالقانون هل ده يعطي نحن اي ميزة اقوبات او شرط جزائي او كده على عدم انتزام الشركة لا لا الحاجة اللي ما فيش ما فيش ما فيش انت حضرتك ما تاخدش وبتسدد على طول فور انت واخد واخد تسليلات اقتمانية يا فندم ما ليش علاقة انا مش ده عقد والسندوق السعودي مغطي يعني في النهاية يعني في النهاية مش منه ولا تفضل يعني ده في النهاية ده عقد التجاري ملزم للطرفين تمام بس يا حضرتك احنا لسه انت في خلال عشر طيام على طول هتعمل تقول العقد القانوني ولا مش قانوني لا طب هو ما حصله هو قبان خد بال حضرتك انه هو مدنيش تطمينات في شركة قرامكو ان الكلام ده اكتوبر بس ده هو قال الجملة دي وقفل وما ميردش يعني حتى مدنش تطمينات انه في نوفمبر هنكمل مش ما بيردش هو حضرتك اللي حصل ده اللي تم النهاردة او من خلال يومين فيما يتعلق بهذه الجزئية طبعا لكن في اتصالات مباشرة مع رامكو ولا هتخذ نحن مش عايزين نسبق الحداث نقول حيده في شهر نوفمبر ولا مش حيده اه طيب اخر سؤال لحضرتك ولك الحرية المطلقة في الاجابة عليه لا بس خد بالك انا وترك حرية المطلقة في الاجابة عليه يعني لازم تجيب مش حرية في انت تجيب هو السؤال يا حمد بيه من وجهة نظرك وبخبرتك كده القصة لها علاقة بالبترول لها علاقة بالنفط لها علاقة بالالتزامات والاتفاقات ولا لها وجه اخر ربما السياسة المتدخلة فيه بس يا كامر بيه ده اتفاق تجاري احنا مش عايزيني بقى لما دولها السياسة فعلا قد يكون قد يكون اي سبب من الاسباب هنعرفه فيما بعد لكن احنا لما بلغنا احنا لازم نأمن احتياجاتنا عشان خاطر لا انتوا تصرفتوا صح ده ماشي انتوا تصرفتوا صح كرد فعل انا دلوقتي بحاول بس افسر القصة نفطية بترولية ولا سياسية هو ده السؤال لا هي نفطية بترولية والايام اللي جاي دي هتزبط ذلك ان شاء الله طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الحمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول طبعا يستاذ حمدي ارى انها نفطية وانا ارى انها نفطية لا نفطية نفطية ما لسه منقول دلوقتي حالة ما تود عوزوا بالله خلوا نياتكو دايما نفطية عشان ربنا يكرمنا نلتقي بعد الفاصل اهلا بحضرتكم مرة تانية مستمرين في اخبارنا في الحياة اليوم كنت بكلم حضرتكم في الجزء الاول قبل الفاصل عن مسلسل الازمات اللي مصر وجدت نفسها هذا الصباح مجبرة على الخوض فيها كلمنا عن الازمة المصرية السعودية المتعلقة بالتصويت المصري لمشروع القانون الروسي واللي اغضب السعودية جدا نظرا لاختلاف المواقف المصرية السعودية حوالين طريقة الحل وانهاء الخلافات والازمات في سوريا وما ترتب عليها وشركة ارامكو السعودية وكان معنا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحد باسم وزارة البترول واللي قال من وجهة نظره ان هذه هي القصة بتاعت ارامكو وحجبها شحنة البترول المنصوص عليها في التعاقد ما بين مصر وارامكو في شهر اكتوبر قصة نفطية بترولية تجارية لا علاقة لها بالسياسة وهذا رأيه وان كنت اشك شوال ان السياسة متدخلة في كل شيء ثم تحدثنا في الازمة الثانية او الورطة الثانية اللي اقحمتنا فيها التصريحات الاثيوبية الرسمية وارطة كمان عايزين يدخلونا في نفق مظلم احنا في علاقتنا مع اثيوبيا بسبب الاحتجاجات والمظاهرات والمتمردين والشغب اللي بيحصل في المدن الاثيوبية ومتحث باسم الحكومة الاثيوبية اتهم مصر رسميا واريتريا بالوقوف خلف هذه احتجاجات وقلتلكوا الرد المصري وقلتلكوا كيفية التغلب على هذه المشاكل عن طريق الحوار الهادئ وعمل سريع جدا مكوكي من اجهزة الامن القومي والمخابرات والخارجية المصرية ثالث الازمات وثالث الدول اللي عايزين يعملوا وقيعة منا ومنهم روسيا موضوع العلاقة ما بين مصر وروسيا الرائعة الان عملة صداع عملة صداع في رأس الكثيرين عملة صداع في رأس طبعا الاخوان ومنزمة الاخوان دي هكلم حضراتكم كمان شوية في الفقرة الحوارية النهاردة في الحياة اليوم عن فكرة الاخوان اللي موجود دي في مصر اه والله الفقرة الحلوة اللي احنا نعملها كمان شوية عن هما الاخوان اللي في مصر دول والتصريحات اللي بتطلع علني والمتحدث باسمه مش عارف ايه اللي بيقولها نعيد تشكيل الاخوان وإن إحنا هنعمل مش عارف إيه وإن إحنا التقينا مش عارف مين هما دول مين دول وهم دول مش تنظيم إرهابي مش القضاء قال كده والحكومة قالت كده والدخلية قالت كده وإم تلاقي لها الله في مصر قالوا كده هما الناس دي قعدة بتجتبع إزاي كده وبتقول تصريحات إزاي كده والمواقع الإخبارية اليوم السبع والمصر اليوم والوطن والمش عارف مين ومين ومين عامين يخدوا عنهم أخبار وتصريحات هم بيتفصلون لهم ازاي وبيعرفوا التصريحات ازاي وطالما وصل لهم كده الدخلية سايبهم ليه يعني هالقصة انه من دول وعايشي كده ازاي عادي في حين انه التنظيم الاخواني مش لازم يرتكب جريمة ده مجرد الانتماء اليه جريمة يعني عايزة افهم بس من ضيوف الكرام هو احنا ايه هنرجع تاني للعهد اللي كنا فيه وقت مبارك اللي يقول لك الجماعة المحزورة كان يتقلنا كده و احنا في البيت بيتك لما يجي يا جماعة كلمة الاخوان حطوا جنبها الجماعة المحزورة فنقول لهم ليه نحط الجماعة المحزورة يقول لك عشان القانون حضرها حضر نشاطها فنقول لهم اه اذا كان القانون المصري حضر نشاطها نقول الجماعة المحزورة فنطلع نقول احنا في التلفزيون جماعة الاخوان المسلمين المحزورة انزل من ماسبير وانزل الشارع ألاقي يوفق في الانتخابات فلان الفلاني مرشح جماعة الاخوان من انتخابات 2005 قال لا ورشح جماعة الإخوان أمالي يا جماعة المحظورة اللي أنا كنت أقولها من شوية دي قالك دي محظورة في التلفزيون لكن برة محبوحة فإحنا هنرجع تاني اليومين دول إنها محظورة وأنها يا جماعة إرهابية وأنها ملاحقة بالقانون وقيادتها ومنتسبيها وأعضاءها قاعدين وبيكتمعوا وبيكلموا وبيقول لك حنشوف نقطار خليفة للدكتور محمد كمال اللي هو رئيس اللجان النوعية اللي تم قتله الأسبوع اللي فات في مطاردة مع الشرطة وتبادل اطلاق النار مع الشرطة إيه إخوانا دا وقال لك حنشوف بقى قيادة بديلة لمحمود عزت وكلام كأنهم بيعملوا أسرة طلبية في الجامعة شيء الحقيقة أنا مش فهم روسيا بقى روسيا بعد ما حاولوا في موضوع الطائرة الروسية والحمد لله العلاقات لم تتأثر بل بالعكس السياحة الروسية رجع هذه الأيام وبكثافة وإن شاء الله شرم الشيخ والغرداء وباقي المدن السياحية المصرية هتزدهر بالروس وباقي الجنسيات بإذن الرحمن قال لك نضرب إسفين تاني إزاي نقوم مطلعين شائعة إن روسيا طلبت من مصر إن مصر تستضيف قاعدة عسكرية روسية في الأراضي المصرية دا مش بس كده لا وإن مصر كمان ردت على الطلب الروسي بالترحيب والموافقة يا السلام الله يرحمك ناسمه إيه أحمد عفت موالغة يا السلام يعني عايز أعرف الناس اللي بتهزي دي طب لما تيجي تهزي شوف لك نص الكتبة تبقى حقيقية وابني عليها الكتبة لكن كله يبقى كتب كله يبقى بكش كله يبقى عبط دي غريبة روسيا حبيبتنا روسيا حبيبتنا روسيا حليف استراتيجي للدولة المصرية حليف استراتيجي للدولة المصرية مش من النهاردة من أيام جمال عبد الناصر والسوفيت والخبراء السوفيت وبتاع العلاقة دلوقتي فيه أحسن حالتها ما بين بوتين وسيسي لكن إن روسيا تعمل قاعدة عسكرية في الأراضي المصرية ليه لأزماب كتيرة أولا إن مصر ما عندهاش قواعد عسكرية أخرى لدول علشان تستنى تعمل قاعدة عسكرية حبيبتنا روسيا رقم اتنين إن روسيا عارفة جيدا إن مصر مش لمؤاخزة مصر مش إيه مصر مش لمؤاخزة مصر مش كبري مصر مش مناط مصر مش جسر علشان دول تانية تيجي تعمل قواعد عسكرية عندها وتضرب جيرانها وأشققها من خلالنا مصر مش هتعمل زي قطر اللي فيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم اللي هي قاعدة السيلية مصر مش تركية اللي فيها قاعدة عسكرية كبيرة أيضا أمريكية أمريكا بتستخدمها لضرب وقت ما كان بتضرب العراق وأفغانستان كان بتستخدم القاعدة التركية مصر مش دول كثيرة الحقيقة مططية ثم كمان الإثبات الأكبر إذا كانت مصر في العشرين تلاتين سنة بتوق مبارك اللي أنا بقول إنها كانت سياسيا مصر وقتها منبطحة تماما لأمريكا منبطحة منبطحة يعني مثلا لما نمر لأمريكا وأنا كنت بقول رغم إن ما فيش احتلال عسكري أمريكي لمصر لكن كان فيه احتلال سياسي أمريكي لمصر لما القرار المصري ما يبقاش في دينامية في المية ولازم ناخد الموافقة والمباركة والضوء الأخضر الأمريكي يبقى احنا محتلين سياسيا ولما يبقى فيه هنا أكتر من خمسة وتلاتين خبير وموظف ومستشار في السفارة الأمريكية في القاهرة وقت حكمه مبارك يبقى احنا محتلين سياسيا لما كان كل الخبراء والمسلمين الأمريكيين دول متداخلين في كل أجهزة الدولة يبقى احنا محتلين سياسيا ومع ذلك مع كل هذا الاحتلال السياسي ومع كل هذا الانبطاح المصري تجاه أمريكا مبارك لم يقبل ولو لمرة كل الضغوط الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية واحدة في مصر طلب من مبارك طلب من مبارك وأنا بقول لكم هذا الكلام بمعلومات مش تحليل طلب من مبارك من مرتين إلى ثلاث مرات مرة بأدب ومرة بضغط ومرة بعين حمراء وفي الثلاث مرات مبارك قال لهم ما أقدرش لنا حسمح ولا شعبي حيسمح إن في قاعدة أو جندي أمريكي يجي يقيم هنا في مصر ويعمل قاعدة عسكرية مصر جيشها لا يقبل إن فيه عسكري أجنبي يحط رجله في أرض مصر واللي عملها من الإسرائيليين الأنجاس في سينة في سينة في سبعة وستين ما نمناش اللي لغن لما طردناهم شر طرده في تلاتة وسبعين لحد ما طهرنا سينة كلها بآخر نقطة استردناها طابة فحتيجوا أمريكان تعملوا قاعدة عسكرية نو ده رغم الإنبطاح الأمريكي إن مصر ما قد تشتغل تقول لا إلا في دي فحنيجي النهاردة نوافق على قاعدة عسكرية روسية يعني إذا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا يعني ما تيجي تكذب خليك بس تفتكر عشان ما تبقاش ما كدبه مفضوح طبعا الرياسة النهاردة نفت هذا الكلام جملة وتفصيلا وقالت ليس هناك كلام في الأصل عن وجود قاعدة روسية لا روسيا طلبت ولا إحنا وفقنا ولا الكلام ده أثير أساسا وكل ده شائعات وفتن بعض الناس عايزة تعمل عليها بلبلة طب حتقولوا لي هو الناس عايزة تبلبل فيه ما أخدوا بالكم لما الكلام ده يطلع فمصر ترفض إن يبقى في قاعدة روسية الروسي يزعله الروسي يقول لك الله هو أنت مش حلفنا فيعملوا يبتلوا مشاكل ورد وجذب وما بين التصريح هنا والتصريح هنا الناس الوسطاء العكرين دول يستلقفوا تصريح في النص ويبنوا عليه فتبقى شغلانة وحكاية وقصة فأنا أرى برضو إنه الدبلوماسية المصرية مع المخابرات المصرية عليها إنها تفتح قنوات اتصال علشان توئد هذا الملف قبل أن يفتح طيب يعني حتى الآن حتى الآن هي دي الأزمات تلات أزمات كبرى استمحنا النهاردة عليها لكن أعتقد إنه بحكمة السياسة المصرية نستطيع إن احنا نوئدهم سريعاً وما نبتليش نتحمل تبعاتهم السلبية واحدة من الإيجابيات هي الشغل اللي بيعمله الرئيس عبدالفتاح السيسي في السياسة الخارجية ووجوده النهاردة في الخرطوم وده ناشط مكثف بعد وجود الرئيس المرح في شرم الشيخ وحضوره احتفالية البرلمان المصري بمرور قرن ونصف مرور 150 سنة على البرلمان المصري زي ما قلتلكم لما كان اسمه مجلس شورة النواب 1866 بفرامان من الخديوي اسماعين وقتها الرئيس توجه مباشرة صباح اليوم الى العاصمة السودانية الخرطوم والتقى القيادة السودانية الرئيس السوداني عمر حسد البشير في الحوار الوطني وتتويق كمان للاعمال اللجنة العليا المصرية الرئاسية السودانية الكلام مهم اللي قاله النهاردة الرئيس عفتاح السيسي في حضرة الرئيس البشير كلم على ان من حق السودانيين ان يسعدوا بالخطوات الايجابية اللي عملها لهم الحكومة والقيادة السياسية السودانية في الفترة الاخيرة وانه الان اكثر من اي وقت مضى الشعب السوداني في غالبيته متوحد وعلى قلب رجل واحد خلف قيادته اللي بتحاول انها تحافظ على مصير السودان وقال انه العلاقة المصرية السودانية لا بديلة لها كانت وستظل وستبقى باذن الله مصير واحد وتاريخ واحد واهداف واحدة لشعب واحد عندنا تقرير عن زيارة الرئيس للسودان واللي اختتمها بالفعل وعاد منذ قليل بسلامة الله الى القائرة دعنا على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الجلسة الختمية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني المناقض بقاعدة الصدقة بلعاصمة الخرطوم والتي شهدت حضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من رؤساء الدول الافريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اكد خلال كلمته بالجلسة الختمية لمؤتمر الحوار الوطني على ان مصر اولت اهمية كبرى لدعم علاقتها بالسودان وحرصها الدائم على تحقيق الامن والرخاء للمواطنين السودانيين كفا اشهد ايضا بتوقيع السودان على خارطة طريق المقدمة من الية الوسطة الافريقية في مارس الماضي وحرصهم على الاستجابة للمساعة الاقليمية والدولية الهادفة لتحقيق الامن والاستقرار في انحاء البلاد كفا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد فور وصوله للعاصمة الخرطوم اجتماعا والرئيس عمر البشير تم خلاله التأكيد على اهمية متابعة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت على المستوى الرئاسي لاول مرة في القاهرة الاسبوع الماضي من اجل الوصول بعلاقات تعاون المشترك الى الافاق التي تلبي طموحات الشعبين وتحقق المصلحة المشتركة للبلدين وفقا لواثقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها طيب خلونا نروح للفاصل بس قبل ما نروح للفاصل نوري حضراتكم الجلسة التالتة النهاردة اللي حصلت التالتة الجلسة التالتة اللي حصلت النهاردة فيما يتعلق بالمزاد اللي عملته لجنة استرداد اراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لبيع مجموعة اخرى من الاراضي النهاردة اعتقد الاراضي كانت متعلقة بمنطقة ودي النطرون وتم بيع مجموعة من الافدنة بقيمة تقارب 16 مليون جنيه وده يأتي في اطار الجهد الايجابي جدا اللي عملت دولة المصرية في استعادة الاراضي المنهوبة اللي انا كنت واحد من اهم المدافعين عنها وحراكم تشهدوا بده اعتقد يعني كنت من اهم المطالبين والمدافعين والفاتحين اساسا لهذا الملف منذ سنوات انا اول واحد من 3 سنين كنت بقول الكلم ده قبل ما الدولة تشكل لجنة استرداد الاراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب كنت بقول كده اول من رئيس السيسي انتخب رئيسا للجمهورية بعد ما هنيته قلت له يا رئيس اول ملفات اللي انا كمواطن قبل ما اكون اعلامي مش متنازل عنها ومش متنازل عن حقي وحق ولادي في الارض اللي اتناها بديلي انه ارضنا مش ارض الدولة دي ارض المصريين ومن حق ولادي بكرة يبقى ليهم نصيب في هذا الارض او على الاقل نصيب في تمن بيع هذه الارض بسعر عادل فبالتالي مش متنازل عن حقي شكلت لجنة وانا في الاول حيكت الان من صلاحيات اللجنة وانها هتبقى قادرة على مصادرة الاراضي اللي تم نهبها ولا لا لكن الشهادة لله اللجنة فجأتنا كلنا بفجأة وانها فعلا بالقانون وسعت برعين الحمرة استطاعت انها تسترجع كثير من الاراضي ده سابع او تامن مزادة عمل والملايين تتوالع على خزنة الدولة المصرية استرجاعا للحق بس المشوار لسه في اوله عشان اللجنة ما تهداش والدولة تحس ان خلاص بقى هو عملنا قدام الناس اللجنة ورجعنا شرط ارض ده الكتير هو اللي لسه مرجعش يكفي الكلام اللي قاله لنا المتحدث باسم اللجنة احمد ايوب من اسبوع لما قالك ان فيه شركة في الصحراوي عليها مخالفات بس باتنين مليار وتلتمية اتنين مليار وتلتمية مليون جنيه شركة السليمانية وشركة الريف الاوروبي ريف مقدر ايه وفيه ريف احمر شركة الريف الاوروبي عليها حوالي مش عقف تمنمية مليون جنيه بقى ما نسيبهمش ما ننساش الفلوس دي بفوائدها رزقنا وحللنا حللنا اللي تسرق بحرام نروح تقرير ومن التقرير للفاصل ومن الفاصل مستنيكم اذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببيع اراضي الدولة المستردة لصغار المهتثمرين استؤنفت اليوم جلسات المزاد الاعلاني لبيع اراضي حق الشعب المستردة من قبل لجنة استرداد اراضي الدولة بطرح بيع نحو ثمانية عشر الف فدان بمنطقة وادي النطرون وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في المزادات السابقة الكراسة غير مطبقة لاي واحد يعرف يروح يبص على قطع الاراضي يعني الكراسة عبارة عن اربع خمس ورقات طبعا سعرها غالي جدا الكراسة بألف جنيه الكراسة اولا ده مش شكل الكراسة لا فيها مثلا تحديد ضقيق للمنطقة اللي انا هروح اشتري فيها ولا وصف حتى للطريقة اوصل للارض ولا فيه تحديد نسبة الملوحة بتاع المياه ولا تكلفة اننا فيه كهرباء في المنطقة ديات او مفيش كهرباء مشكلات عدة واجهها المشترون قبل دخولهم المزاد ااملين ان تقوم الدولة بحلها حتى لا تتوقف مشروعاتهم مستقبلا هيئة الحكومية المفروض توفر وتوبيسات ومهندزين زراعيين يجدوا الناس اللي عزة الشتيري وحسب كراسة الشروط ويعينوا الموقع الطبيعة وحيس انا قبل ما ادفع فلوس اعرف شوف القصة باشا زي ودنيوة مهمة جوهرية يعني الناس دخل المزاد ومشافتش الحاجة بالنسبة للطرق طرق وحشة جدا هناك يعني العرباء اللي بتروح هناك احنا دخلنا وشوفنا العرض الرينس انك ما منعوش او تمام تمام دخلنا بس حاجات يعني بصراحة لتخش جوه يا ما هي فيه كذا حتة ارض اللي هي الانضيفة اللي هم تحتيد الراجل وبالفعل مع حكم بيها اللي هم تحتيده طب بالنسبة للباقي بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة استرداد اراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب تستهدف منه الدولة اعادة هيبتها واسترداد اراضيها وطرحها للمواطنين والمثثمرين وضخ مليارات الجنيهات لخزائنها والتعامل مع هذا الملف الشائك الذي اعجز حكومات متعاقبة دور واضح تقوم به الحكومة في استرداد اراضيها واعادة هيبتها وطرح هذه الاراضي للمصريين وصغار المثثمرين بهدف الاستفادة منها وضخ مزيد من الاموال في خزانة الدولة محمد رياض الحليوم اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل لسه في تطورات الحياة اليوم النهاردة النهاردة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل كان موجود في شرم الشيخ استمرارا لزيارة اللي بيقوم بيها كمان وحضر امبارح فعاليات الاحتفالية بتاعة البرلمان المصري من المية خمسين سنة النهاردة كان بيمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية واجتماعات البرلمان الافريقي اللي بيعقد دورته الحالية في مدينة شرم الشيخ وزي ما قال لنا الاستاذ اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مبارح في التليفون انه مصر ومجلس النواب اختاروا التوقيت ده تزامنا مع اجتماعات البرلمان الافريقي البرلمان الافريقي حاجز من فترة هذه الفترة اعتقد من 9 ل 14 اكتوبر شرم الشيخ علشان يعمل فيها اجتماعات دورته الحالية فاخترنا الاحتفالية في نفس التوقيت علشان يبقى تآخي وتوأمة ما بين البرلمان الافريقي والبرلمان المصري موان شريف اسماعيل نهارده نظرا لسفر رئيس عفتاح السيسي الى الخرطوم وحضاره للحوار الوطني المصري السوداني هناك قال كلمة نيابة عن الرئيس عفتاح السيسي امام فعاليات واجتماعات البرلمان الافريقي حنسمع جزء منها لكن هو الاهم من وجهة نظري فيما يعني ويهم المصريين التصريح اللي قاله النهارده رئيس الوزراء المتعلق بتعويم الجينيه اتسأل رئيس الوزراء وانا بقول لكم كلام دلوقتي واضح ورسمي ولا يقبل للبس اتسأل النهارده رئيس الوزراء على هامش حضوره الاجتماعات قال له يا دولة رئيس الوزراء يا بشبواند الشريف الكلام اللي بيتداول في الفترة الاخيرة حوالين قرار الحكومة المصرية او الدولة المصرية او البنك المركزي المصري بتعويم الجينيه ده كلام حقيقي ولا مش حقيقي رد رئيس الوزراء النهارده هو اول رد رسمي بهذا الوضوح قال انه مفاوضاتنا دلوقتي ودراستنا الجارية بشأن قرار تعويم الجينيه نقوم بها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في اطار خطة الاصلاح المصرفي والاقتصادي التي نعتزم القيام بها في مصر انا قلتلكو نصا اللي قالو ده معنى ايه ده معنى ايه ده معنى حاجتين ان ده تتويج ليه التصريحات غير الرسمية التصريحات العشوائية اللي كانت صدرة من بعض المسؤولين الحكوميين في الفترة الاخيرة انا كلمت حضراتكم في التلات اسابيع اللي فاتوا وحتى انتقدت بشدة وزير الصناعة لما كان بيحضر اجتماع اليورو ماني اللي كان موجود هنا في القاهرة وقال الجملة دي كده قال يا جماعة اصل تعويم الجينيه ده هيحصل هيحصل مفيش منه مفر وانا وقتها طلعت وقلت هو انت جاي اشتغلي ايه معالي وزير الصناعة انا كامل احترامي هو صفة حضرتك ايه عشان تتكلم عن تعويم الجينيه انت وزير صناعة الكلام ده يطلع تصريح رسمي من رئيس الوزراء او من محافظ البنك المركزي لكن ميطلعش من وزير صناعة وفي قعدة عرب كده ويقولها في ضمن الكلام ثم مش عارف وزير ايه بعدها بكلام كده برضو مش عارف وزير التخطيط او وزير الصناعة كده بعدها بكم يوم قالك لما الجينيه يتعويم حنبقى نعمل مش عارف كذا في وقتها طلعت برضه قلت يا جماعة هو انت بتقولوا الكلام ده بأمرت ايه بمناسبة ايه هل بتعملوا وده بقى يبدو ان هو الحقيقي اللي حصل هل بتعملوا بلون اختبار بتعملوا نوع من انواع التمهيد قبل الصعقة ولا ده كلام هاري فاتضح انه غالبا زي بنا بقول لحضراتكم انه كان بلون اختبار وكان انه تسريب متعمد وارجوكو تاخدوا بالكو شوية من الكلام انا بقول ده يبدو وكأنه تسريب متعمد من الحكومة لتصدير هذه المعلومة الى الاسواق والى المتاجرين والى المضاربين والى شركات الصرافة والى المخزنين دولارات في البيوت وكذا انهما يبقوا عارفين ان الحكومة تعتزم تعويم الجنيه فده يعمل لهم حالة رابكة يقولك طب نعمل ايه طب نبيع دلوقتي لانه لما يتعوم حينزل ولا نخزن عشان لما يتعوم حيتوفر شوية وبعدين حيشح وبعدين حيعلى وده فعلا عمل حالة رابكة بدلين ان الحوارات كلها في المجتمع المصري خلال الشهر اللي فات نعمل ايه لو تعوم الجنيه النهاردة النهاردة رئيس الوزراء في رأيي قطع الشك باليقين او زي ما قال اللمبي قطع الشرطة في البسين هي القصة كده انه واضح انه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ويبدو ان الحكومة عازمة على اتهد هذا القرار ورئيس الوزراء النهاردة حطها في سياغها القانوني الرسمي الحلو الشيك قال لك لا ده مش قرار كده اعتباطي ده قرار بناخده في اطار مفاوضاتنا مع البنك المركزي في اطار منظومة الاصلاح المصرفي والاقتصادي اللي احنا بنعمله لكن هناخده هناخده هو السؤال انه ما قالش امتى ما قالش ما هناخده الاسبوع ده هناخده الشهر ده هناخده اول السنة هناخده لما ييجي الوفد بتاع صندوق النقد الدولي هنيجي في اطار متفاوضاتنا مع البنك يعني كلام كتير له علاقة بضبابية وغموط حول التوقيت لان التوقيت خدوا بالكو في منتهى الاهمية وبرافو على رئيس الوزراء انه ما جاب سرط التوقيت لانه لو قال توقيت تبقى مصيبة سودة تبقى مصيبة سودة كأن حد كده مثلا وزير التربية التعليمية يقولك انا هعمل زيارة مفجأة يوم السبت الجاي في مدرسة كذا فتبقى مفجأة منين فالتوقيت لابد ان يظل في طاي الكتمان والقرار يتخذ فجأة وعلى حين غره بحيث انه يعمل ربكة عند اللي عايز يضارب واللي عايز يتاجر واللي عايز يحتكر واللي عايز يخزن لكن في رأيي انه خلاص الضباب انتزال حوالين فيه ولا مفيش هو فيه تعوين وبالتالي هيبقى بكام وامتى والدولة هتنجح التجربة ازاي ده كلام ممكن نتكلم فيه كتير كتير النهاردة كمان في شرم الشيخ فيه زيارة انسانية جيدة جدا جدا فيه رأيي وفيها لفتة انسانية جيدة جدا جدا وكامل الحياة اليوم صاحبتهم في هذه الجولة رئيس البرلمان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال وبصحبته جزاز أسامة هيكل المتحدث الرسمي باسم احتفالية 150 سنة على البرلمان بالاضافة الى مجموعة اخرى من النواب قاموا بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولي الموجود في مدينة شرم الشيخ ظلت مئنان على حالة ابن الراحلة النائبة اميرة رفعت التي وافتها المانية اثر حادث مروري وتصادم اثناء سفرها من القاهرة الى شرم الشيخ فجر اول امس بصحبة ابنها لحضور الاحتفالية لكن القدر لم يمهلها وحصلت الحادثة وتوفت مباشرة بعد نقلها الى المستشفى ابنها كمان في المستشفى بيتلقى العلاج والحمد لله ربنا استنقضه وكتب له عمر جديد فقرر الوفد البرلماني برئاسة رئيس المجلس اليوم زيارة نجل الفقيدة والاطمئنان عليه وعلى صحته وتقديم واجب العزاء الرسمي من البرلمان له ولأسرة الفقيدة ربنا يرحمها ويغفر لها هذه الصور خاصة وانفراد تصويري للحياة اليوم الكمانات مصاحبة لرئيس مجلس النواب في الاطمئنان على ابن الفقيدة الراحلة النائبة اميرة رفعة ربنا يجعل مثوها الجنة ان شاء الله على هامش هذه الزيارة وعلى هامش الاحتفالية في شرم الشيخ كاميرا الحياة اليوم كمان التقت في لقاء خاص مع المتحدث الرسمي باسم هذه الاحتفالية النائب في مجلس النواب رئيس لجنة الثقافة والإعلام الأستاذ أسامة هيكل دقائق من تصريحات هيكل ثم نعود اهلاً ومرحباً بكم حوارنا حوار خاص لبرنامج الحياة اليوم مع النائب المحترم أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وهو أيضاً وزير الإعلام الأسبق وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الاحتفالية احتفالية مرور 150 عام على البرلمان برحب بيك سيد النائب معنا في الحياة اليوم أهلاً وسهلاً أهلاً بيك مصر أرسلت بالفعل رسائل عديدة جداً من هذه الاحتفالية وانعقادها وأيضاً يعني وعقبها انعقاد البرلمان العربي والإفريقي أول مرة البرلمان الإفريقي يعقد في مصر وخاصة في شرم الشيخ رسائل عديدة جداً حضرتك ممكن تلخصها لنا والله هو الحمد لله ربنا كرم والاحتفالية نجحت بشكل كبير الاحتفالية تم تبكير المعاد بتاعها حوالي أسبوعين عشان تبقى في يوم 9 أكتوبر في وسط أعمال لانعقاد بتاعة المؤتمر الإفريقي مؤتمر البرلمان الإفريقي وكمان هي أول يعني يعني جلسة أو يعني اجتماع مشترك بين البرلمانين العربي والإفريقي ما جينا كمان فكرنا في الاحتفال ب150 سنة فقلنا فرصة وجود العدد كبير من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود اللي موجودين نحن نقدم الاحتفال بتاعنا لبقى يوم 9 قبل التحول من اجتماعات اللي جاء للاجتماعات المباشرة اللي هي على المستوى الأعلى في البرلمان الإفريقي ومن هنا جات الفكرة لأنه يتعامل البرلمان الاجتماع أو الاحتفال في وسط اجتماعات البرلمان الإفريقي توفير للنفقات من ناحية وفي نفس الوقت إنه إحنا ليه اخترنا شرم الشيخ شرم الشيخ قوان بنطلق منها عدة رسائل واحد إنه يعني شرم الشيخ تعرضت لمشاكل كثيرة جدا بعد حدث سقوط الضائرة وللأسف إنه وفي دول كتير استجابت والموضوع على فكرة مش مجرد حدثة بس ولا مجرد إرهاب بس الموضوع ضغوط دولية كمان وبالتالي هي رسالة واضحة جدا للعالم كله إن مصر موجودة هي في شرم الشيخ ومعاها 48 دولة 48 دولة دول مؤمنين بالكامل الحمد لله الدنيا ماشية بشكل كويس رئيس الجمهورية جيه وقال برضو رسائل من داخل هذا ووجوده كمان دلالة مهمة على الرسالة اللي احنا عاوزين نقولها فأعتقد المجتمع الدول استقبل هذا الكلام حضرتك شفت معنا الكلمات اللي بتتقال من رؤساء البرلمانات اللي موجودة أعتقد كانت تشبه الشعر يعني أما تيجي بعد كل هذه الضغوط وينطلق من داخل مصر ودون أي يعني إشارات حتى أن ده هيتقال في الاجتماعات وتنطلق هذه الرسائل حتى أنت حالك شفت الرد الفعل للمصري كان موجود إزاي الناس صفقت بحرارة شديدة على هذا الأمر لأنه هناك في علاقة تاريخية بين الجيش وبين الشعب المصري وأعتقدنا ترسخت كسيرا خلال السنوات الخمسة الماضية وبالتالي أنت بتقول العالم لا إحنا يعني تطهرنا من الجانب بتاع الإخوان بشكل واضح وإن إحنا بهذا الشكل إحنا عايزين ننطلق ونبقى أفضل إن شاء الله رسالة السلام ورسالة الاستقرار اللي انطلقت من شرم الشيخ أعتقد كان لها مدلول كبير جدا يعني أنا عاوز الكل يسير في هذا الاتجاه يعني دايما إحنا عاوزين ننشط السياحة في هذا الشكل وده الجزء الثاني اللي إحنا أرادنا بإن إحنا نيجي هنا في شرم الشيخ إنها رسالة تنشطية للسياحة البعض بيتكلم على التكاليف حق التكاليف مش بالأرقام اللي التقالدي خالص ومش بال وفي رعاة لها لهذه التكاليف فيه ناس فيه جهات رعاية لها هو الجزء الخاص بالبرلمان الإفريقي لأنه البرلمان الإفريقي بطبيعة الحياة أنت الدولة المضيفة لي يعني كل سنة بيبقى في أو كل دورة بيبقى في دولة وبالتالي حضرتك ما انتش متحمل حاجة وإحنا كان سبب إن إحنا قدمنا الاحتفال كان إن إحنا بنضغط النفقات يتبقى هنا فكرة مهمة جدا فكرة الرعاة اللي حدا تكلمت عليه إحنا مش جايبين رعاة عاديين إحنا جايبين رعاة أعتقد أنه معني بالأمر تماما يعني هو الموضوع ده رسالة تنشطية بشكل كبير جدا ما فيش حاجة في الدنيا أبا أنك بتعاني من أزمة وعندك ممثلين من 48 دولة منهم 16 رئيس برلمان بالزبط الجاد وده أكبر حدث بيتم تنظيمه في شرم الشيخ من أكتر من سنة ونص وبالتالي إحنا عندنا رسائل كثيرة انطلقت من هذا الأمر وأعتقد الاحتفالية نجحت في التحقيق أهدافها بنسبة 100% يبقى حاضر ويلقي كلماته بنفسه إنما لظروف الارتباط مع السودان أبلغنا أمس بأنه يعني مضطر للصفر لأنه الظروف ما كانتش مناسبة وبالتالي كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إنه هو يلقي كلماته مكانه ده بيعكس الحرص كمان على المشاركة في هذا الحدث الحقيقة إنه البرلمانيين بيبقوا ممثلين للشعوب دايما يعني بتبقى يعني أنت مش بتمثل الجهات التنفيذية وبالتالي أنت بتمثل علاقات الشعبية بين الأطراف وبعضها ومدام أنت عندك 48 دولة دول وعندك البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي منعقدين في نفس التوقيت داخل مصر فأعتقد أنه دي رسالة مهمة جدا أن مصر هي مركز الأحداث للشعوب كمان على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي بشكل واضح إن شاء الله أنه تنتهي أعمال هذه البرلمان العربي مستمر يومين والبرلمان الإفريقي مستمر لحد يوم 21 إن شاء الله أعتقد أنه إن شاء الله تبقى دورات نجاحة بإذن الله تعالى في دلالة مهمة جدا نسيت أقول حدك عليه أن مصر خرجت من كل التنظيمات البرلمانية الدولية من سنة 2011 رجوعك للاتحاد البرلماني الدولي ورجوعك للبرلمان العربي ورجوعك للبرلمان الإفريقي ده مهم جدا أنا عايز أقول حاجة مهمة أوي للناس اللي هي بتقول الاحتفالية لازمتها وأنه ده مصاريف والكلام ده كله أولا أنه حضرتك لا يمكن تعمل تنشيط سياحة دون أن تنفخ على هذا الأمر تمام الشيء التاني أنه حضرتك إذا خرجت من هذه المحافل الدولية المهمة هلأس فغيرك هيملى الفراغ لأنه البعض بيقول لحد اللحظة دي أنه إحنا عندنا الشرعية وأنه إحنا اللي بنمارس الدور البرلماني من المهجر وبالتالي مش عاوز الأمور تتخذ بالشكل اللي هو المزايدات اللي ملهاش معنا دون فهم وواعي للأمور بتبقى عاملة إزاي لأنه ده ده بعد مهم جدا اللي لازم يؤخذ في الاعتبار مصر دولة كبيرة من الصغيرة مصر في دول كثيرة جدا بتسمينها وتعرف قدرها وإحنا محتاجين أنه إحنا نعيد مكانتنا مرة تانية لأنه فترة الخلل اللي حصلت على مدى السنوات الأولئلة الماضية محتاجة أن إحنا نتوازن مرة تانية ونستعيد وإحنا بنستعيد مكانتنا بسرعة بالمناسبة ده كان سؤالي قادم فعلا هل عودنا تحديدا إلى أفريقيا هل مصر عادت للريادة الأفريقية يعود يعني حتى الاعتزار النهاردة من الرئيس السيسي كان لأنه رايح أيضا لدولة أفريقية مرتبطة معك في ارتباط وصيق جدا من ناحية الأمن القومي المصري ما ينفعش حارك تكون معانا بصفتك البرلمانية طبعا حارك رئيس للجنة الثقافة والإعلام والأثار وما نتكلمش على القوانين التي ستتناقش لها الأفاصل التشريعي الثاني خلينا نسأل مبدئيا قانون الصحافة والإعلام الموحد ممكن يخرج للنور إمتى يعني سواء كان موحد أو غير موحد إنما عندنا إصرار إنه يخرج النور في الدورة دي إن شاء الله لأنه الحقيقة طال انتظاره كثيرا جدا ودي حاجة مجتمعية مش حاجة إعلامية فقط دي حاجة مجتمعية عشان الناس فعلا محتاجة لتنظيم الإعلام مش تقيد وما عادش ينفع تقيد يعني بس هو تنظيم الإعلام وده إن شاء الله في طريقنا نحن ننجزه بإذن الله طيب شكرا جزيلا للأستاذ أسامة هيكل وقريب إن شاء الله هيكون أستاذ أسامة هيكل ضيف عندنا في الحياة اليوم عشان فيه ملفات تانية كتير هنتكلم فيها منها أنا عايز أستغل لفرصة إنه هو كان وزير إعلام مصر سابقا وعايزين نفتح هذا الملف عايزين نفتح هذا الملف فكرة هل تحتاج مصر إلى عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى ولا لا حسأل ضيفي أسامة هيكل لما يبقى يشرفنا إن شاء الله وحسأل ضيوف أخرى متخصصين وحسأل حضراتكم في التليفونات هل تعتقدوا إن السنوات التي مرت أثبتت أننا في حاجة مسة إلى منصب وزير الإعلام ولا كان قرار مصر من سلتين ثلاثة بإلغاء منصب وزير الإعلام عقب آخر وزيرة للإعلام اللي هي كانت الدكتورة دورية شرف الدين كان قرار صائم متهيئة لأنتو عارفين الإجابة لكن برضو هنفتح الملف ده قريبا في الحال يوم طيب علشان ما نبقاش بنفتح ملفات وبنقفلها ونتهم بإننا بنكروت وإحنا الحمد لله بنحرس في الحال يوم على متابعة كل الملفات إلى أن نصل فيها إلى نتيجة أنا أكلمت حضراتكم مبارح عن الوقعة التي لو صحت هتبقى كارثة وأنا سمتها مبارح أم الكوارث أو أم الموصايم الكلام اللي بيتم تدوله على أن إحدى المدارس الأمريكية في المعادي بيتم تدريس فيها منهج التاريخ خصوصا فيما يتعلق بحرب أكتوبر 73 المدرسة بيتدرسه على أن حرب أكتوبر 73 انتصرت فيها إسرائيل على مصر مش العكس وأنه بسبب حنية قلب إسرائيل بعد الحرب وبعد ضغوط أمريكية إسرائيل رجعت سينة لمصر على أساس يعني الحداء بتحدف كتاكيد قوم إيه قوم إنه لجنة التعليم بمجلس النواب انطفت طبعا وحيعمل هيفتح تحقيق كامل حول هذا الموضوع علشان يتأكد من صحة الوقع ومبارح لو تفتكروا أنا جبت على التليفون الأستاذ بشير حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وحركوا فاكرين لو شفتوا الحلقة مبارح شفوا فاكرين التليفون لما سألتوا كده رسميا قلتلوا إيه ولايتنا إيه مدى إشرافنا على المناهج اللي بتقدم في المدارس الأجنبية الدولية في مصر فقال لي كده قولا واحدا قال لي وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بالإشراف على مناهج المدارس الدولية الأجنبية في مصر قلتلوا بل دي قصة مين قال لي دي قصة وزارة الخارجية قلتلوا طب شكين يا أستاذ بشير النهاردة فجئت بتصريح من المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حولين هذا الموضوع بيقول إيه المستشار أحمد أبو زيد بيقول لا علاقة لوزارة الخارجية بالمناهج التي تقدم وتدرس في المدارس الأجنبية الدولية لأن هذه المدارس تابعة لسفارتها فبالتالي المدرسة الأمريكية في المعادي تابعة للسفارة الأمريكية ولا دخل لنا فيها أنا هنا لطمت يعني مبارح لطمت اللطمة الأولى مع وزارة البيئة والتعريم والنهاردة الخارجية كملت اللطمة مجوز ليه لطمة مجوز مش من بشير حسن ولا أحمد أبو زيد مع كاملة الاحترام لهما لأن القانون في مصر عاجز ما هو أحمد أبو زيد لا يملك مشار يعني أحمد أبو زيد لا يملك إلا أنه يقول الكلام ده لأن القانون واللوايح في مصر فعلا لا تتيح للدولة المصرية أنها تشرف على مناهج مدرسة بتدرس جوه مصر داخل حدود جمهورية مصر العربية وفي المدرسة دي بخلاف الطلبة الأجانب في طلبة مصريين أعتقد 10 أو 15% من الطلبة مصريين فبالتالي إيه الخيال ده إيه الخيال ده إزاي لوزارة التربية والتعليم ولا وزارة الخارجية ولا حد في مصر ولا جهة في مصر تقدر تقول لمدرسة جوه مصر بتزيف التاريخ وتزيف عقل ولادها وتزيف عقل ولادنا إن إحنا نقدر نقول لهم بيم أنهي منطق وأنهي عقل وبعدين أنا معلوماتي أنا معلوماتي إنه في حاجة في مصر في قوانين في مصر اسمها قوانين مرتبطة بأعمال السيادة يعني أعمال السيادة أن الدولة المصرية لها كامل السيادة على كل حدود جمهورية مصر العربية وما يحدد داخلها حد حيقول لي دلوقتي يخد بالك يا تامر وهو السفارات دي جزء من دولها يعني المنطقة اللي فيها السفارة الأمريكية دي مش قطعة أرض مصرية دي قطعة أرض أمريكية جوه الأرض المصرية والسفارة الروسية كذلك وكذا والسفارة المصرية في واشنطن كذلك قطعة أرض مصرية جوه أمريكا مظبوط لكن هل نحن نسمح إن في جرائم إن في جرائم تجرى جوه السفارة الأمريكية وإحنا نقول ما نش دعوة هل نسمح إنه يبقى فيه جريمة تعليمية بترتكب في مدرسة تابعة للسفارة وولدنا بيتزيف عقلهم وتاريخهم ونقول آه ما عندناش مشكلة لأصلح تابعهم البرلمان يجب أن يغير هذا التشريع أي سفارة أي دولة أجنبية على الرحب يوسع أن تفتح جامعة أجنبية في مصر أن تفتح مدرسة أجنبية في مصر بس من شروط ترخصها أن احنا نبص نبص مش هندخل مش هنقول لكم تعبيروا ايه بس نبصوا عن منهج لما يكون فيه جريمة زي دي نقول لهم ستوب هذا تزيف للتاريخ لا يمكن القبول به لأن هذا احتلال تعليمي احتلال تعليمي أنا دعيت حضراتكم من بارح في حلقتنا في الحال اليوم إلى السهر ليلة أمس علشان تتابعوا الفصل الثاني من المصرحية الكبيرة مسرحية كلينتون ترامب المناظرة الثانية التي عقدت ما بين هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية وما بين دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية وزي ما توقعت أنا لحضراتكم من بارح وقلت لكم انتظروا مناظرة أسخن المناظرة الأولى كانت هادئة نوعا ما مقارنة بما يمكن أن يحدث فجر اليوم وبالفعل المناظرة كانت أسخن كثيرا وكان فيها كيل اتهامات كيل اتهامات بالزوفة ما بين كلينتون لترامب وبين ترامب لكلينتون معي على الهاتف الدكتور وليد فارس المستشار مستشار حملت دونالد ترامب مساء خير يا دكتور مساء الخير أهلا بكم أهلا بكم دكتور أولا تقييمك الشخصي للمناظرة التي جرت بالأمس وردود الأفعال حولها وإذا كان هناك تفوق ملحوظ لأحد المرشحين على الآخر في هذه المناظرة يعني أولا شكرا للدعوة ثانيا كما تفضلتم هذه المناظرة الثانية كانت أسخن من المناظرة الأولى نعم في المناظرة الأولى لم يكن اضطرفان بعلم ما بيخبئ له الطرف الثاني ويمكن القول أن المناظرة الأولى ربما كان فيها توازنا مع أنه الإعلام العام في أمريكا أعطى السيدة كلينتون بعض التقدم مع أنه وسائل التواصل الاجتماعي ربما قد أعطت توازنا بين الأثنين أما في المناظرة الأمس فرأينا أن السيدة كلينتون قامت بالهجوم في بداية المناظرة على موضوع هذا الفيديو الذي تم الكلام عنه يوم الجمعة وهو منذ عشرة سنوات كلام قاله السيدة ترامب فيما تحلق بامرأة معينة ليس بكل النساء هذا موضوع شخص الآن في المرحلة الثانية والثالثة من المناظرة قام السيدة ترامب بهجوم معاكس وهجوم قوي جدا وطلب منها أن توضح موقفها ليس على الأمور الشخصية ولكن على الأمور القومية وفي السياة الخارجية وفي السياة الاقتصادية الاعتقاد أنه ليس فقط التوازن ولكن الاعتقاد طبعا لكل حمل رأيها ولكن برأينا نحن أنه انتصر بشكل واضح في المناظرة المنازلة بالأمس لأنها لم ترد على نقاطه استمرت بالهجوم الشخصي عليه ولكن لم ترد على نقاطه المتعلقة بالأمور العامة والدولية دكتور فيما يتعلق بالأزمة التي تعرض لها دونالد ترامب ساعات قليلة قبل المنظرة وهي ما سمي في العالم الأمريكي يعني بالفضيحة لا أخلاقية وأيهنت للفتيات هل تعتقد أنه مر منها بنجاح عن طريق إبداء الاعتذار ولو على مضد في البداية نعم هو مر بسلام خدوش ولكن بسلام ولكن يجب أن أقول كلمة ربما فيما يتعلق بالأعلام العالمي أكثرية الإعلام ضمن الولايات الأمريكية يعني نسمي البعض CNN ABC NBC وخلفائهم في الصحافة والإعلام Washington Post ونيورت تيمز هم أساسا ضد ترامب يعني ما يحدث في هذه الحلقة من الانتخابات الرئاسية أنه ربما لأول مرة تقوم وسائل الإعلام بوقوف موقف رسمي ضد مرشح معين نعم يعني تقول بس وهذا ينعكف دوليا وهذا مرعناه في الإعلام الدولي والأوروبي أما فيما يتعلق بالمحتوى يعني ترامب قد اتهم بكلام قاله ودون أن يعلم وقبل أن يكون سياسي منه 10 أو 11 سنة وقال ترامب ربا على ذلك أما زوجك الرئيس بالكلينتون الذي كان رئيسا لـ 8 سنة وقت قام باعتداءات أدت إلى تقريبا حشب الثقة من قبل الكونغرس يعني ليس هناك حتى من توازن ولكن بالطبع الوضع الإعلامي اليوم قد أحدث نوعا من الضغط الأكبر على السيد ترامب ولكن عندما بدأ يطرح ما يتعلق بها وبزوجها كفت عن الكلام الشخصي وانتقل الطرفان إلى الكلام السياسي الأوسع نعم دكتور وليد أنا بشكرك شكرا جزيلا ونحن جميعا في انتظار المناظرة الثالثة التي ستكون في رأيي القاسمة والتي ستعلن فوز أحد المرشحين ربما قبل اللجوء إلى صندوق الانتخاب شكرا جزيلا طيب حنروح لفاصل بعد الفاصل سريعا أستقبل ضيفية الكريمين السفير جلال الرشيدي واللواء محسن حفظي خبراء في الأمن وفي السياسة وفي الدبلوماسية وحسألهم سؤال واحد لا ثانية له هو احنا بنتعامل ازاي مع التنظيمات الإرهابية جوا مصر بنتعامل ازاي مع الإخوان اللي هم بيعلنوا عن نفسهم جهارا نهارا وازاي نتعامل معهم برة كمان لمقاومة الضغوطات الدولية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل فقرة الحوارية اللي أنا نوهت لحضراتكم عنها منذ قليل متعلقة برؤية للمشهد العام سواء الأمني أو الدبلوماسي حيشاركنا فيها ضيفية الكريمان اللواء محسن حفظي القيادة الأمنية ومدير أمن الجيزة سابقا مساكرة يا فن ممنوارنا سيادة السفير جلال الرشيدي عضو وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة والقيادة الدبلوماسية أيضا أهلا وسهلا محسن بي خلينا نبدأ مع حضرتك ونخش في صلب الموضوع على طول الكلام الفاضي اللي إحنا سمعناه من ثلاثة أيام موضوع التحزيرات اللي أطلقتها السفارات الأجنبية ابتداء من أمريكا وتبعتها كندا وبريطانيا عن أنهم بارح 9 أكتوبر يوم أصيب في مصر وقوعوا تخرجوا من البيوت وبلاش ملات وبلاش تجمعات وبلاش كذا وكذا وكذا الحمد لله كان أهدى يوم في تاريخ جمهورية مصر العربية والحقيقة أن أمريكا هي اللي حدث فيها حواليس إرهاب وفي أفراد شرطة في أمريكا تم قتلهم وكذا فكان الأدعى أن هم يحذروا نفسهم أولا البكش الأمني ده تفسيره إيه عند حضرتك ثم بعد ذلك أريد أن أتسألك بقى عن الوضع الأمني هنا بس نتكلم الأول عن القناية بتاعت حضرتك طيب أنا عاوز أتخدم بالشكر لما بحث أمن الدولة ولمصلحة الأمن العام في بداية الكلام للجهد اللي بيبزل دلوقتي واللي أصفر عن ظبط محمد كمال أو يعني أنه أشتبك مع الزباط والأفراد فبتخدم بالشكر للوزير الداخلية والمدير الأمن العام اللي هو جماعة الدلباري ولمدير أمن الدولة اللي هو محمد شربين اللي هم أمين بجهد غير طبيعي يا تامر بيه طبعا دي أول حاجة الحاجة التانية السفارات دي هي عبارة في جزء منهم بيبقى في زباط مخابرات طبعا في كل السفارات يعني طبعا المخابرات دي بتعمل بمخطط معين بدليل أن عندك في رئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء بريطانيا دلوقتي السادة اللي هي الموجودة اللي جات بعد رئيس الوزراء المستشار الديني بتاعها في إنجلترا طارق سعيد رمضان ابن سعيد رمضان عضو مكتب الإرشاد وحفيد حسن البنة يعني هرابيات وحاليا هو موجود طارق سعيد رمضان ده أستاذ في الجامعة ناك وهو المستشار الديني بتاع رئيس الوزراء بسم الله ما شاء الله يعني طبعا إزاي بقى شلم ده على لا ويا زين مختارت إنما دالة حاصل يعني السفارات دي كذلك بتتعاون معنا أنا أذكر في سنة من السنين أيام حبي رشدي الله يرحمه ووزير الداخلية السفير الأمريكاني كلم الرئيس حسن مبارك الرئيس السابق حسن مبارك وقال له إن عندنا واحد فلسطيني اسمه إبراهيم كذا عندنا معلومات عن حد جاي يعمل جريمة لا ده راح بلغهم إن هو معاه عربية وفيها أربع بنادق آليز غيرين شتاير وجاي علشان يغتال أحد السفر في مصر هنا هو وإنه حيجيب عناصر من تنظيم أبو نضال بالتليفون بشفرة معينة حيجوا مصر يستلموا البنادق وموتوا السفير إسرائيلي الرئيس حسن مبارك باعته باعت الولد يعني قالوله باعته لأمن الدولة فرح لحمة بلوجي جابه لنا عادت معاه فقال لي نفس القصة جاب العربية نزلنا فاتشنا العربية كانت جاية من ميناسكندرية طبعا محطوطها في مخابق سرية في العربية البنادق الآلي دي جبنا البنادق وده الكلام ده كله إيه السفر الأمريكاني اللي بعتقلنا ما تنساش السفر الأمريكاني السفر الأمريكاني يكلم حسن مبارك مفهوم وجبنا البنادق وجبنا عناصر أبو نضال وزبطنا القصة يعني كان فيه تعاون كان فيه تعاون تعاون على أرقم مستور بقى اللي بيحصل دلوقتي مخابرات بس مش تعاون بقى لا ما دي مخابرات يعني أي ما هل فات مخابرات ودي مخابرات أيوة بس اللي كانت مخابرات بتتعاون كانت معاك أيوة بقت عليك هي دي الفكرة بقى المخابرات متلونة المخابرات مش فيه قاعدة بتمشي عليها وعلى حسب موقف الدولة منك دلوقتي تمر به أوباما جالنا هنواته وانا كنت مجير أمن الجيزة وجي جامعة الخاهرة وحضرت الخطاب بتاعه أما كان الرئيس حسنين بارك موجود وقال السلام عليكم أنا بارك حسين أوباما السلام عليكم صح وراح إسرائيل لبس طاية ووقف قدام حقاة المبكة صح لا ده تلون تلون غير طبيعي يعني أنا مش عارفت طيب اسمح لي هنا أروح لساعة السفير وأسأله هنا دوليا بقى يعني فكرة الضغوطات اللي بتمرس عليك دوليا وفكرة لجوء يعني سمعت على مدارة 48 ساعة اللي فاتوا إن جماعة الإخوان بتحاول تحشد دلوقتي ضغوط على الأمم المتحدة وسفارات الدول المختلفة علشان القمع اللي بيحصل عليهم في مصر وإن فيه اضطهاد ومحاكم مش عارف بتعمل أحكام قضائية عنيفة على قيادتهم وكذا أولا إلى أي مدى الكلام دا بيسمعوا الضغوط دي ممكن يتم استجابة لها ثم دور نحن أي طبعا الكلام دا بيسمعوا لأنه بيستخدم في الخارج تمام وبالتالي وسائل مختلفة سواء إذا كان إعلام أو مكاتب يعني بيستخدم يعني بيدوروا العملية لأنه ليهم مصلحة خيس زي ما قيل دلوقتي في الحالة إن فيه يعني جهد مخابراتهم موجود دايما في كل حاجة خاصة بمصر في الصور الحالية نتيجة الرؤية الغربية الأمريكية بالذات فيه بالنسبة للوضع المصري الحالي تمام في المنطقة ومحاولة مصر أنها تبقى لها استقلالية القرار ممتاز وأمرات وهذا أمر لم يكن موجود قبل ذلك لا في السابق يعني أول أسبق وكذا يعني 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 الحقيقة شايفين أن يعني ما تم خلينا بقى نرجع بقى للحدث اللي حصل في مصر ما تم من بيان صدر من ثلاث سفرات وبعض الناس قيء قالوا لهم يكون هذا صحيحاً من في المياه أن سفارة أسترالية أيضاً انضمت أيضاً في هذا البداية طبعاً كان ده قرار أو بيان مفروض أنه هو السفارة أو السفارات قالت أن ده بيان احترازي وروتيني ويتم إصداره بعد نهاية الاحتفالات بتاعت يعني احتفالات يعني أجازات طويلة ده كان السؤال بقى هنا هو السؤال هنا هو ده كلام يمشي اللي قالوا ده يعني يخش عقلنا ده كلام هم بيقولون أنا بس أنا أحرك بعد كلام يخش علينا لا هذا الكلام طبعاً لأن أنت دلوقتي سفارة معتمدة في دولة سفارة أمريكية بريطانية كندية معتمدين في مصر مفروض يعني تبقى للقرار يعني الوضع حتى في الأمم المتحدة أن أنت رجل ضيف طبعاً فلا تستطيع أن تتخذ إجراء بدون التنسيق والتشاور وإبلاغ الجهة اللي أنت معتمد لديها ممتاز لأنك أنت ضيف أنت مستحب مستحب بيت يعني ومن هنا يعني الإجراءات اللي هي قيل أنها طرحت الحقيقة إجراء يعني أنه احترازي إلى آخير وأن ده روتيني هذا كلام غير صحيح ليه لأن يعني مرت المئات من الأجازات الإسبوعية وغير الإسبوعية أحسنت في مصر وفير مصر وميحصل أي بيانات قبل كده لا هنا سؤال كمان لو سمحتاجها سعد سفيد لو دلوقتي سفارة أمريكا مثلا اللي هي كانت أول واحدة أصدرت هذا التحذير الكاموفلاجي دلوقتي نفترض أنه وصل إليها عن طريق الأجهزة المخابراتية اللي جواها وزباط المخابرات زي ما سلت له وقال لنا أنه ربما ربما يحصل فيه عمل إرهابي أو عمل إجرامي أو عمل تخريبي في مصر يوم الحد 9 أكتوبر عندهم حتى لو مش معلومة لو مجرد خيط معلومة مش الأولى أن هما ينسقوا مع الأجهزة الأمنية وقال لهم يا جماعة زي ما حصل الحكاية اللي قالنا محسن به أنه يا جماعة خدوا بالكو في معلومة جاية لنا أنه ربما تنظيم فلاني أو الجهة الفلانية بتعمل كذا 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 خدوا بالكو إحنا عن حظ الرعايانا بس انت خدوا بالكو كمان علشان تحاولوا تضبطوا هذه الجريمة مش ده المفروض اللي يحصل من سفارة هذا كلام صحيح وطبعا اللي بيحصل إن هل ما حدث أولا هذا التحذير اللي صدر من ثلث سفارات مفروض إنه هل هو تحذير أو تحريط فؤال وبعدين التحذير ده أنت ما هو سر في توقيت هذا البيان تمام لهذا التحذير أو التحذير أو البيان أنت حددته وبعدين لماذا يكون هذا التحذير التحذير محدد بيوم معين أنت بتقوله إن فيه يعني احتمالات كذا كونك إنك أنك أنت تحدد يوم محدد معناك أنك أنك أنت لديك معلومات أو لديك اتصال بجهات أخرى يعني شوال خدوا بالكو الفترة اللي جاية بسر لا لديك يوم الحد تسعة علومة أكتوبر فتبقى معلومة معلومة أو أنك أنت بتساعد جهة إدتك معلومة أيوة وجهة ما X, Y, Z Code and Code العدو أو سميه خصم وهذا اللغاية هو السؤال بقى دلوقتي أنت بتتكلم على أنك أنت مفروض فيه تحذيرات التحذيرات دي وهذه المعلومات والتنبؤات اللي عندك لماذا لم تصل أو لم تحدث عندما كان لديك حجبات إجرائية في 9-11 اللغا 9-11 سبتمبر سنة 2001 11-11 سبتمبر 2001 كانت فين المعلومات اللي لم تحذر رعاياك اللي هم مات منهم 3000 يا رئيس لماذا لم تحذر مواطنيك مبارح في أمريكا نفسه يعني مبارح اللي حذروا نحن بدل ما يطلعوا قرار تحذير رعايا حذر الأمريكان أفراد شرطة أفراد شرطة في جنوب الكاليفوري يعني اللي ببيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب أو ما يحدفش الناس بالتحذيرات يعني هذا البيان طبعا طلع وكان تحذير ومفروض هو هل تراه جزء من محاولة إحداث البلبلة لا رائبة في ذلك يعني هذا بالقطع صحيح أعتقد أن ده صحيح 100% وإن ده هدف برضه إحداث نوع من أنواع الزعر بين أفراد الشعب واحد اتنين أنك أنت بتحاول أنك أنت توقف حاجات معانية يعني أنت دلوقتي عندك محادثات مع صندوق نقب الدول واحد اتنين بتحاول أنك أنت توقف عودة السياحة الدولية لمصر مصبوط اتنين تلاتة أنك أنت بتتكلم على أن فيه هلاقات هتبتدي ترجع تاني مع الدول الأفريقية من خلال الاحتفالية بتاع 150 سنة مرورة على البرلمان وحدوث فأحاول بالبرلمان دي جدا أعمل كرسي في الكولوم يعني عندك كذا حاجة أنت بتحاول أنك أنت ده تخبط فيها اسمح لي هنا أرجع لمحسن بي وأسأله فيما يتعلق بجزء الحقيقة أنا عندي علوة علامة استفهام وأرجو أن حضرك تفسره لي ومعنش هيبقى جزء من علامة استفهام دي خبرات حضرك أثناء ما كنت كمان بتشتغل هيا الدولة دلوقتي ما احنا عارفين إن خصمنا المباشر دول أخرى ومخابرات أخرى بس في النهاية أنا قدامي حد هدف رئيسي أنا كدولة بتعامل إزاي مع جماعة الإخوان اللي موجودة على الأقل لأفرادها وعناصرها هنا في مصر خصوصا إن في كتير منهم أنا آسف يعني معروفين ده مش بس معروفين دول بيعلنوا عن نفسهم يعني أنا كنت لسه بأتكلم مع زملائي إن على مدارة ربعة يام اللي فاتوا المواقع الإخبارية يقول لك مش عارف فلان الفلاني عضو تنظيم جماعة الإخوان بيقول إن إحنا بنحدث قواعدنا وبندور على قيادة تانية غير محمود عزة وهنعمل اجتماع الأسبوع الجاي نحاول ندور فيه على قوادر جديدة ومش عارف إيه وواحد تنالك هنعمل انتخابات الشهر الجاي عشان نشوف خليفة للدكتور محمد جمال اللي هو كان رئيس اللي جنة النوعية اللي تم قتله في تبادل اطلاق النر مع الشرطة الأسبوع اللي فات هم من دونس دي قعدة وبتجتمع وبتتواصل وبتنتخب ومش عارف هم ده مش تنظيم إرهابي الدولة قالت كده والقضاء قال كده والحكومة قالت كده طب إزاي سابينهم بتجتمعوا ومش عارف إيه حاجة شبه ما تزعلش مني لما كانت الدخلية عاملة زمان مع الإخوان في عهد مبارا كنا احنا نطلع في التلفزيون يقول لك جماعة الإخوان المسلمين المحزورة قال لهم ليه محزورة قال لك محزورة بالقانون أنزل الشارع ألاقي في الانتخابات يفتص صفرة الشارع بتاعتهم فلان الفلاني مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 أو 2000 الإسلام هو الحل قال لهم يا جماعة مش محزورة انتوا سابينهم ازاي يرشحوا نفسهم ويدعوا صفة الانتباء للإخوان ويخش الفرلمان بصفة الإخوانية فإنهالي بقى رئيس عشان أنا أرى بيشت واسمهم كده نواب الإخوان في البرلمان وفي الآخر اسمهم محزورة أنا عارف دلاغلش شوية لا بالعكس لما كنا مزهرة جامعة الخيارة كان فيها إخوان كان بيتعمدوا إنهم يستفزوا الضابط الصغير تحديدا علشان يتعامل معهم وياخد صورة وياخد صورة يصوروه يعني عايز اللقطة دي عايز اللقطة دي الأجهزة الأمنة عندنا مراعيان الموضوع ده إحنا عارفين إن فيه إخوان وعارفين إن فيه إخوان في أماكن حساسة شوية ذات تلفزيون المصري مثلا طبعا وحترفده بأي يعني عارفين إن فيه إخوان جوه مسفيرو فيه إخوان جوه مسفيرو طبعا ده أنا يعني الكلام ده مش فن вин أو يعني وقت مرسي عين ما شاء الله دوشهم يعني في مسفيرو يعني طبعا فالمفروض إنه كلام ده يتطهر أه كلام مفروض انه يطهر اه انه مدرش تيه مع واحد بيشتغل طول روح اللي يحصل انك انت بتنقله في مكان ما بيكونش فيه ما بيكونش مؤسر فيه وضيفة ادارية كذا 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 انا مش مؤسر فيه ان الكلام سهل انا اقول ده انا يعني اماشي الاخوان اقول الاخواني ده مصري طب بالنسبة للقيادات اللي بتعلن عن نفسها وعن شغلها واجتماعاتها والله بص البركة فيكم بقى انا فجأت من حوالي اه فيكم انتو كاعلام ايو انا هقولك ليه انا عايز اعرف عامل ايه انا هقولك ليه انا فجأتي من 3 اربعة ايام ان فيه موزيق قوي مش تهريج يعني داعي عنصر من عناصر الجامعات الاسلامية اللي اشتركوا في قضية السادات وكان في ربعة العدوية عامل ميكروفون وشغل جامد جدا طب ازاي 3 اربعة ايام بالزبط مستضيفه في برنامجه مستضيفه في الرمجه يا فندي من مدة ساعة هيقوله انت بتطلعش اليد دلوقتي ازاي الكلام ده يعني ازاي الكلام ده انت عاوز ايه الاعلام هو اللي بيوصل الاعلام هو الانترمديار او حلقة الوصل ما بين الشعب ما بين الدولة مظبوط الاعلام بيعمل ايه يعني الاعلام ده دوره مهم جدا 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 نتمر به انا مش عارف حياة حداك تقصد مين بس يا فندم بس في النهاية للأسف الشديد يعني انا واحد كنت بحابه جدا عمر قديم جاء منتصر ازايات ازاي منتصر ازايات يا جماعة ازاي منتصر ازايات ازاي هاو يعني انت شايف حراك ان استضافته اللي بنتصر ازايات خطأ ازاي طبعا ازاي انا عارف انك بتحب عمر وانا بحب عمر او كنت بحب عمر معرفش ازايات هالصديف منتصر ازايات منتصر ازايات ده عشان تكون تفهم يعني بالعكس بو خدمني منتصر ازايات دداني سر جامد جدا 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 بتاع هروب عبود الزمر من السجن الحربي الفجر الثاني يوم وأنا خدمته برضو يعني ما زنقتش عليه في الاتحاقات يعني وخد ما تسجنش تسجنش فترة طويلة يعني قصد يعني فعاوز أقولك إن إزاي عمر منتزة لجيبه طيب بعيدا عن الزملاء السعيف حرار يحرك حراج الزمالة لكن في النهاية أنت شايف إن الإعلام هنا دول دور مهم جدا في الوجهة اللي بيطلحها للناس يا فنم ده أهم دور الإعلام أهم دور لأنك إنت عمرك نعترضنا على الحكومة الشعب عمره نعترض على الحكومة أنا في مرة كنت في سيدنا الحسين بصلي كان في رمضان وكان رئيسنا كان ليو أحمد حلاوة الله ما سيبي الخير كان مدير شرطة السياحة وكان في رمضان فكان ياخدنا نصلي العصر في الحسين ونطلع من الحسين على البيت على المغرب نفطر يعني إحنا عادين بس كانت جامع زحمة قوي إحنا عادين عند الباب بتاع المدخل اللي هو جنبيل اللي بتدي الجسمع بتاعتك والتداخل ده خاطر والدنيا مضطرت وواحد داخل والمطر ما بلليل علي الله يا خرب بتعابوا دي حكومة زي ما بولا كده طبعا كل اللي في الجامع كاد سفير كد اللي في الجامع إزاي تخلي الدنيا تمطر إزاي الدنيا تمطر أنا مش طالب الرجل أنا طالب إنكم تسندوا الدولة تسندوا الدولة ما ينفعش جيل المتصصات دلوقتي ده يا فنم شوف خش على جوجل وصلت رئيس وتفرج عمل إيه في ربعة والشرعية سؤالي الأخير معلش سؤالي الأخير عشان الوقت بس جلال بيه دلوقتي دوليا أنا بقول إنه جامعة الإخوان ده تنظيم إرهابي كويس وفي بعض الدول دلوقتي فتح التحقيقات زي بريطانيا ما فتحت من كم شهر تحقيق حول طبيعة الإخوان تحقيق مغلق ما هو مغلق أنا مش عارف حيتفتح إمت الحياة هي الفكرة بقى إنه دلوقتي هل إحنا مفروض نضغط كمان كدولة ومندوبنا في الأمم المتحدة وسفراتنا على الدول في إنها تعلن موقفها سريعا أنتوا يا جماعة بتفكروا أو بتتعاملوا مع جماعة الإخوان باعتبارها إيه مش أنتوا بتكافحوا الإرهاب معنا وبتقولوا مد إيدينا أنا أقول لكم هو ده مصدر الإرهاب إزاي تكافحوا وأنتوا مستضيفينهم وحطينهم على الحجر يعني كل الحاجات دي كلها فيها نوع من قمع الكاموفلاج بطريقة كاموفلاج بمعنى يعني أنت عند حضرتك المندوب مصر في الأمم المتحدة في نيويورك ونتخبه رئيس لاجنة مكافحة الإرهاب الدول زي لاجنتين تنين وطبعا لما معنى كده الدول الكبيرة موافقة تمام صح إحنا بقى عايزين نقول للجماعة يعني إخواننا إن مصر دولة عصية كويس يعني حاولتو من أيام محمد علي يعني حاجات كتير وكذا والعضوان السلاسي مصبوك 67 إلى آخر تمام فيعني إيه لما حصل التحذير ده الأمريكي البريطاني الكندي إيه اللي حصل بصنا لقينا المصريين مليون الشوارح ماشيين وقعدين على كورنيش النيل المقاهي مليانة يا رئيس ده كان مرح آه ده يوم في مصر في العرب في العربيات ماشي براحتها ما فيش حد لا خف ولا ارتعب ولا وقال لك صح قال لك يعني إيه إيه اللي حصل إذن مصر عصية طبعا طبعا طيب كلمة أخيرة هما الحقيقة الحقيقة برضو رغم كل الإمكانات كنت بقول لسواتي اللي هو قبل من يدخل الإمكانات الضخمة والمعلوماتية والاستخباراتية برضو بيتيجي في حتة نتيج تدفق المعلومات الكثيرة بيحصل فيها ضرب بمعنى إيه؟ يعني لما يحصل حاجة في يوم 11 سبتمبر 2001 وانت لا تد ما تعملش تحذير بسلا سبيل مثال بي صغراء كبيرة وبعدين تيجي هنا في مصر تقول ده في احتمال يوم كذا تحديدا يوم تسع والله يبرو عريقا يبالك يا الله طبعا يوم عشرة كولومبوس دي يوم عشرة ده كولومبوس دي طبعا أجازة بالنسبة لي ما هم صح طبعا يعملوا تحذير بره كولومبوس دي ده لهم يوم عشرة أجازة رسمة اجازة تعملوا في إيه بي كلام بوسر لا بمناسبة اكتشاف كولومبوس القرر الأمريكي اكتشاف كولومبوس القرر الأمريكي هو يوم الاتنين الثاني من كل شهر شهر احتفال كولومبوس عنده فكان يوم عشرة خبالك دي مهم مال هم بقى يعرفوا مصر خبالك أكتر من ما هم يعرفوا ما يحدث في بلادهم هو سؤال هو ده السؤال هذا الحوار الأول لكن لن يكون الأخير علشان نفهم في النهاية الشكل للتعامل الأمني والديبلوماسي والسياسي مع تنظيمات الإرهابية وعلى رأسها يا جماعة الإخوان بشكركم شكرا جزيلا بكرة حلقة جديدة للحياة اليوم في أمان الله